بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير نلتقي إن شاء الله بإذن الله عز وجل في لقاء الأحد بنحل مع بعض يا إخوانا الواجب بتاع المحاضرة السابقة حضرككم ده الملزمة اللي فيها المراجع رقم 3 و 4 إحنا إن شاء الله هنحل الواجب المنزلي بتاع المراجع رقم 4 بس إحنا متعودين عادة من أول ما بدأنا حل الواجبات على القناة إحنا كل ملزمة بتشتمل على إيه؟ اختبار امتحان تجريبي شامل على المحاضرة ده له نموذج إجابة أما بنحل الواجب باخد من هذا الامتحان التجريبي النحو والتعبير أي نعم هو متجاوب عليه بس لما بتسمع مني بنثبت المعلومة أكتر بعد كده كالمعتاد بنجي مع بعض بنحل الواجب كامل إذن الواجب المنزلي ببدأ البداية بتاعتي بحل النحو والتعبير بتاع الامتحان التجريبي اللي في صفحة 152 طيب بالنسبة اللي امتحان التجريبي بيكون فيه نصوص وقراءة انتوا عارفين حبيبي قدي ان احنا مكسفين بصورة ملحوظة جدا على القراءة والنصوص وأكيد في كل حصة ببلغ أبنائي وبناتي هذا الإنذار ليس هدفنا التخويف بأنه اللي أخواننا نخلي بالنا ان فرع النصوص والقراءة محتاج إلى مزيد من الاهتمام والعناي فيوم الأربع ان شاء الله ربنا بيعنا بنطلع عليك بفيديو بنحل فيه نصوص ومنحل فيه قراءة يبقى كده نحل الواجب كامل ان شاء الله أما الامتحان التجريبي باخد منه النحو والتعبير طيب القراءة والنصوص عشان ده سؤال بيتردد بنحله ان شاء الله يوم الأربع بنوازن بس يا أخواننا وقت الطالب وقت التصوير ماشي طيب نبدأ كده ان شاء الله نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسلي أمري وحلو لو قدتا من لساني يفقه قولي بسم الله توكلت على الله نبدأ كده ان شاء الله يخواننا ده الامتحان التجريبي نخلي بالنا لو هتتابع في صفحة 152 الناس اللي كان لها أسئلة تخلي بالنا وإحنا منحل يا حبيبي أول مثال عندنا جاء في رسم الهمزة يا حبيب البيئة السؤال يقول وكذا طيب وزير تجيء إليه الملوك هكذا وأولادها عصبا في عصبي تجيء هي ليه الهمزة رسمت على السطر أحبابي وأولادي ده انت من غير ما تفكر هي الهمزة امتى بترسم على السطر المتطرفة إذا كان ما قبلها ساكن يعني انت بزكاء من غير ما بص خالص الهمزة المتطرفة لها أحوال تسمح لي بس بالضبط نصدية امتى أرسمها الألف لو كان ما قبلها مفتوح يعني قدام سياد تكفعل زي بداة كنا متطرفة لأهي بداة خد الحركة اللي قبلها ولهذا الهمزة المتطرفة بتاخد جنس الحركة اللي قبلها لو فتحة تترسم الهمزة المتطرفة عليه على ألف طيب لو قبلها مضموم ترسم على الواو كلمة زاكمة تاباط بصي فانو الطع عليها ضم طابات تاباط كلمة زاكمة تكاف فو 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 تكاف هكذا يا حبابي ترسم الهمزة على طرف الياء لو كان ما قبلها مكسور يعني كلمة زي كلمة مبادئ مبادئ ملاجئ شواطئ ترسم على السطر ده قانون إذا كان ما قبلها ساكن كلمة زي عب شيء هكذا أخواننا بهذه الصورة نفس القصة تجيء فما قبلها ساكن رياء ساكنة كما تعلمون فرسمت على السطر حتى الطالب لو هو هيخذها كده بالدماغ مش هيفكر هي المرسمة على السطر ما قبلها ساكن لأن لو كان ما قبلها مفتوح سترسم إخوانا كما قلنا عن ألف لو كان ما قبلها مكسور كلمة زي ملاجئة ترسم على طرفه ألياء لو كان ما قبلها مضموم ترسم على الواو الإجابة الصحية أبيبيا كذا ما قبلها ساكن قال تعالى قالت الملائكة من أنبأك هذا من أنبأك هذا استفهام هكذا هكذا كلمة قدامها قالت عفوا أن ألتقالت الملائكة عفوا قالت من أنبأك هذا ده عندي من استفهامية سؤال مين لأنبأك مشيخ ونه هكذا قالت من أنبأك هذا استفهامية وعفوا مسيخ ونه في كلمة قالت الملائكة قال الشاعر يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر يا حبيب قلنا هكتير النداء من ضمن أقسام قلنا عندنا العلم والعلم يا أحبابي يبنى علمي أرفع به قلنا إيه العلم يا حبيبي العلم اسم إنسان ممكن يبقى رجل قل يا محمد لازم يتسمى ما ينفعش يا رجل يبقى نكرة مقصودة يا فاطمة حتى أسماء البلاد يا مصر يا قدس في سؤال كتير من أبنائي يرب حدي يكون بتابع الواجب سألوا في كتير يا أستاذ هو العلم إذا ثني أو جمع يا محمدان يا محمدون يا زيدان يا زيدون زيد يا دكتور العلم إذا ثني أو جمع بيتعامل كأنه نكرة مقصودة بيتعامل معاملة النكرة المقصودة نخلي بنا لكن يا محمد منادى مبني على الضم الناس الشطر عرفة يبنى على ما يرفع به بس بكمل في محل نصب يا فاطمة منادى مبني على الضم في محل نصب أما إذا ثني العلم أو جمع نكرة مقصودة فكلمة يا محمدان الناس اللي مذكر عرف شو مرفوع بالألف اقلب لسانك منادى مبني على الألف في محل نصب يا محمدون يا زيدون ماشي يا أخوان منادى مبني على الواو في محل نصب فولي يا قدس هذا مفرد يا مصر اسمه على المفرد دكترة يبنى على ما يرفع به يبقى منادى مبني على الضم مش هالضم في محل نصب فالإجابة قدام ساتك عندنا عالم مفرد قال تعالى لقر نصركم الله في مواطن كثيرة المثال دي يا رجالة يا أنسات قلنا كتير قوي صيغة منته الجموع وضبط الكلمة اللي وراء ويا ما قلت لساتك حاجة خطيرة ام تعرف ان الكلمة اللي وراء مضاف إلي أونعت ندي مثال بسيط ونشوف الإجابة لو قلت هكذا بس خلي بالك صليت في بص يا أخوان في مساجدة اهو يا دكترة خلي بالكم أثارية في هكذا مساجد قرية اللي فيها تعرف حال اللي فيها يا حبيبي يا الله يبني فيكم عاوز تعرف دي نعت ولا مضاف إلي تخيل ان الكلمتين معرفتين بالألف ولا أقدر قول صليت في المساجد الأثرية آه لكن ما قدرش أقول لك صليت في المساجد القرية إزاي بقى ما انفعش في المساجد القرية اللي تقبل النعت آه تبقى دي ممنوع من الصرف تنجرب الفتح وده تنجرب الكسر خلي بالكم التشكيل في مساجد ونكت تجد الأثرية هذا ممنوع من الصرف صليت منتال الجموع بينجرب الفتح يا رجال أثرية نعت مش تابع الدرس خالص مش تابع الماني من الصرف اشترك في الجر ولكل واحد عدام خلي بالكم يا ما قلنا الضبط يجي أربع جمع اختياري بيلعب في التشكيل يا دكتورة جاش مهندس في مساجدة دادادة أثرية تنتين واللي فهم الكلام ده الطالب الشاطف وانت ليه جرت بالفتح يا أستاذ الإجابة ده مجرد من أل والإضافة ده مش مضاف ده نعت ده مش مضاف إلي يا دكتورة مجرد من أل والإضافة لو كان الممنوع بالفتح وده ينجر بالكسرة تب يلي فتحة وكسرة اشترك في الجر الاتنين مجرورين بس هذا بالفتحة وهذا بالكسرة أما دي ما أدرش يفن الممنوع من الصرف لو جوار مضاف إلي ناكرة أو معرفة ينجر بالكسرة صليت في مساجد قريتين خلي بالكم من هذا المثال ماه السهل يا رجال هنا بصي اخوان مجرد من والإضافة لكن ده ورا مضاف إلي وإحنا كثير أوي أوي المضاف إلي قد يأتي ناكرة أو معرفة فده ينجر بالكسرة عشان يخوان ورا مضاف إلي ففي القرآن كثيرة دي نعت شكرا نعت يبقى البجامل يا أولاد نعت يبقى ناكرة ينجر بالفتحة كثيرة كسرة صليت في مواطن صيئة منتهى الجموة يبقى هذا اسم ينجر فيه نعت يا أحباب هل هذا اسم ينجر بالكسرة لا طبعا يا أحبابي ده مضاف إلي لا يا رجالة لا شفت اللعبة يا أخوان حدوى خبانه مضاف إلي مجروب الفتحة دايما نقول الكلمة ده يا أحبابي والطالب يكون هادي وراسك يا براح ممكن عيني لا قدر الله تغدعك وإنتنا عملت علامة شكرا راحت الدنيا مني لا براح ده اسم ينجر اسم مجروب الفتحة الإجابة الصحيحة يا أحبابي بكم يا حبيب قلبي قلنا لكل الشباب إن كم الاستفهامية لها شكلين إما يكون نكر منوض منصوب كم عالما اوعبا أو تزبق بحرف جر قلت الأولاد كتير قوي لو حرف الجر جاء قبلك تبقى استفهامية استفهامية وما بعدها يجوز فيه إعرابان النصب النتميز أو الجر المضاف إليه حبيب قلبي بصي وكم فالك أقول بكم درهامين أو بكم درهاما يجوز الوجهين بكم جنيه أو بكم جنيه أولاري وحبيبي اللي خادوا معانا الوحدة رقم 6 وإحنا قلنا للشباب يا رجالة يا نسات إحنا عكسين منهج وبين ترخبنا عشان كتير من أبنائنا مش مسكين الترمي التاني كويس فكم الاستفهامية إذا سبقت هكذا يا أحبابي بحرف الجر يجوز فيما بعدها إعرابان تمييز منصب الفتحة إجابة سليمة أو تمييز ينجرب الإضافة على المتلج الجر الكسر عشان كيف نبقى البجامد الأولى والثانية عفوا الأولى والثالسة إجابة صحيحة يا أحبابي حروف الجر الزيدة في الوحدة السادسة قلنا متى تزاد الباء تزاد عندنا في فاعل كفى كفى بالله وكيلا تزاد في فاعل التعجب أجمل بالحق أكرم بمحمد تزاد في خبر ليس ليس وباء يا أبطال ليس محمد بكذوب ليس المؤمن بكسول وأنا حذرت أولادي مرارا بالله عليكم يا أخوان الخبر مش شبه جملة اعوى حد يتكابل ويعفى الحفردين يا دكترة خبرها مفرد اعرب ليس هكذا فعل ماضي ناسخ الجمال اسم ليس مرفو بالضم الباء زائدة يا أبطال يا أحبابي زيد أثواب خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة تعرف سيادتك لو أنت قلت لي خبر ليس منصوب الفتحة الظاهرة بيدي صفر وما تزعلش من لوم أنت ابنه بنتي مش بلعب على عاطف حضرتك دواقع وقد ما خدش بال قاله يا فرق يا معلم مقدرة أو ظاهرة هتفرق أنك أنت مش هد الدرعجة لأن أنا وغير من الأساز من أكد لك يا دكتور خلي بالك يا أستاذ خلي بالك اعمل حسابك لازم فتحة مقدرة هكذا خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة ردت أنسة قالت يا مستر قلت العين آية ما ينفعش يا رب تاني ينفع يا بنتي اللي فيها قولي خبر ليس وما ليحب قلب جدا مجرور هكذا لفظا بالكسرة منصوب محلا اللي يجبك أقوله بس خلي بالك استعد إن ممكن يجي لك واحد من هذين الإعرابين ما ينفعش اسم ينجرب الكسرة اللي يختار ده طبعا يبقى يبقى قوي ما ينفعش اسم ينجرب الفتحة هكذا ما ينفعش خبر ليس مجرور محلا منصوب لفظا لا الصح يا اخوان مجرور لفظا منصوب محلا أوع من اللعب يا رجالة أوع من اللعب ده غلط الرجل مبدل الكلام مجرور لفظا هكذا منصوب محلا يا استاذ خلي بالك من نفسك بعده عليك لا تتأخر يا احبابي جينا في الوحدة الاولى وانا رجعت الاسياء التكلم الوحدة الاولى معقول محاضرة قلنا في حاجة اسمها الا وحاجة اسمها الا الا اداة من ادوات نصب الفعل المضارع الا اداة شرط بتجزي الفعلين بس عندي مشكلة ومشكلة مسهلة وان كان كتير من ابنائنا بدا اللي بنسميها اسلوب شرط حزف فعل يا احبابي عليك الا تتأخر خلاص ادي الا قدام ساعدتك ادي الهمزة من فوق اخواننا دي اداة من ادوات النصب ادي عليك الا تتأخر هذا مضارع منصوب بان وعلمت النصب الفتح اوعى من دي حاسب من دي يا استاذنا حاسب من دي وستخلنا وإلا ايه وإلا تندم اللي ناسي واللي فاكر قافة العلم النسيانية جدعان دي اسلوب شرط ابني وبنتي دي اسلوب شرط واخد بقى المشكلة الاشد وانت عارف هذا اسلوب شرط حزف فعله يا دكتورة يعني الا تفعل يا ده كترة الكلام السهل الا تفعل تندم ده مضارع مجزون بالسكون جاب شرط يا استاذ انا مضمنش لك يا باشا ده لي مجزون بالسكون ويخيارك يقول لك جاب شرط فعل الشرط جاب طلب اي حاجة في اي حال استعد ده اسلوب شرط حزف فعله وكم من ده سؤال العام الماضي يا باش مهندس اوعى اسم اسلوب الشرط الذي حزف فعله اقول لك اطع ربك وإلا تخسر احترم الناس وإلا تحزن مثلا يعني فده الا تندم اي الا تفعل تندم هذا الجواب لكن الفعل محزوف هكذا لك خلي بنا كلام مهم جدا يا اخوان يا بل اجابة هذا فعل مضارع منصوب كما ترى وهذا فعل مضارع مجزوم هكذا السؤال تمانية قال الشاعر اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر لأمس الرائع يا شباب احنا اخدنا حاجة اسمها اقتران جواب الشرط بالفا قولت الاولاد نخلي بالنا اقتران جواب الشرط بالفا خلي بالك بيجي معه ودي مهمة جدا ادوات الشرط الجازمة اللي بتجزيم فالين اللي هي ان من ما مهم متى اين ايان ان اي حيثما كيفما الاخ وحزرتك اقتران جواب الشرط بالفا بيجي مع ادوات الشرط الغير الجازمة الكلام بالروح بيهيدو افضل يا ابني حبيبي ايه ادوات الشرط الجازمة اذا خلي بالكم من نفسيكم امتى بيخترم بالفا الاغنية كلنا حافظنا اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف اللعبة اذا ادات شرط طغير وجازمة خلاص ما اريقش نفسي اذا الشعب يوما اراد ايه بيه حصل فلا بد لا لا حريف حريف هو الاخترن جوا الشرط بالفا ايو اتقل نفي انت انسان شاطر دي جملة اسمية اسمها للنفي للجنس ويما قلت الاحباب في الحصة نخلي بالنا اعرف ازاي جملة اسمية لو مبدوه باسم الجواب مبدوه باسم من يطع رب فالجنة مأواه جملة اسمية ان من يطع ربه فانه الفائس ممكن هو من يطع رب فهو الفائس والجملة الاسمية اللي بد اعبين يا اخوان للنا في الجنس من يذاكر فلا شك في نجاح من يطع رب فلا بد من ايه نجاح مثلا سعب يشار بالجملة اواع من دي من يطع رب فلاه النجاح قلنا الكلام كتير فطبعا بفضل الله ان شاء الله مش هتلاقي مشكلة عندك في النحو اذا ادى شرط الجزمة تبلي ماذا اقترني يا ابطال اللي جاب جملة اسمية من اللي عرفني يا استاذ رضا يفن مدلال نافية للجنس بد اسم راما بن عرفت ده مثال جميل جدا جدا بيأكد لك معلومة انت اوزها جميل هذا الامتحان رائع قال تعالى ولا تحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون عما يعمل الظالمون يا دكتور الوقت لكلمة لا تحسب محفظ الفعل المضارع متى يجب توكيد بالنون لو لا ربع شروط موجودة جواب قسم متصل بالله متبات مستقبل امتى بيمتنى لو فقط شرط يعني مثلا الفعل مش متصل بالله يوعد حط نون والله لسوف يفوز محمد من في والله لن يفوز الكسول يوعد حط نون في نفي اياك او بالدل على الحاضر والله لا يفوز محمد الان امتى يجوز والله عطت نطت قدامك قلتك لو سمحت يا ربي يكرمك متى يجوز متى يجوز توكيد المضارع بالنون قلت لك ايه يغتمط والله بالله طالله سوف الان امال قلنا لا لو سبق باستفهام يجوز هل يفوز هل يفوز ان جائس اوعى من لن هي يجوز لا تأكل لا تأكل ان لا تشرب اكد لا تشرب ان لا تمش رجع المحزوف لا تدعو لا تدعو ان يا دكترة الفئد المضارع يجوز يجوز توكيد بالنون لو سبق بماذا لو سبق باستفهام او بناه اولام الامر لتأكل لتشرب او بليت ليت الطالب يذاكر لعل الطالب يذاكر يبقى يجوز ادري ان لا تحسب هذا جائس يا رجال جائس رد الطالبة ما شاء الله عليها يا أستاذ رضا قلت عيني الاعراف في مشكلة وفي لغز قعدنا ننبيها لي لو انت فاكر اي فاكر مضارع متصل بينهم مشددة بالبناء الفتح وهما تيبنى المضارع الفتح لو اتصل بينهم التوكيد الثقيلة حاله تبول لنها هي بتجزم لو انت فاكر الجزم ده اعراب فالتقى البناء الاعراب فاكر يكون محلة ازاي بنجوز لا تحسب لنها لا تأكل لنها هي بتجزم والنون على شدة وفتحة بناء تبنى اصلحهم يبقى مضارع مبنى الفتح في محل جزم لو انت عاوز الاعراب قال رسول مثال جميل جدا صلى الله عليه وسلم اد الامانة الى من اتمنك ولا تخن من خانك عند التوكيد ده الامر جائز يا ده كترة او حد ينطأ والله بالله طالله مع الامر انت مزكرتش والدرجة مش من حقك ادي ده في حرف علا واقع اهدى شوي هات المضارع صاحبك وحبيبك ادي يؤدي ايب ادي اعطي 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 امش مش يمش امش ادعو دع يدعو ادعو ادعوان كن كان يكون كنن صم صمان بيع بيعان اطع اطع يطيع اطيع عنا الامر جائز طيب ولا تخن لانه جائز الامر جائز والمضارع المسبوك بلانه جائز لا تخن اه ده تخون لا تخون النا خلي بالكم من نفسكم المثال ده رائع رائع بيقول والله لا تؤدي ان اقول انا اسف يا باش استحال اتجيب والله بالله تلعي مع الامر والله لا سوف يا باش لا اردت يا باش الصح ادين الامانة الى من اتمنك ولا تخون الاجابة السليم رد انس اتي يا استاذ قلت اللعين طبعا ما ينفعش ادوان لا تفات يا اخوان رد الطالب اتي يا استاذ ممكن تعريب ومال يحب تعلي بكل فايد ادين امر امر مبنع الفتح ايه اوالله ما الامر بيبنع الفتح لو اتصل بنيو التوكيد الثقيل ومال اسمع السمع تأكيد والتكرار اقرار للمعلومة طيب ولا تخون الناهي لاستعيل اوحد ينسى مضارع مبنع الفتح في محل جزم قال الشاعر واقبل يمشي في البساط فما درى هكذا الى البحر يسعى ام الى البدر يرتق واقبل يمشي دومة حال اقبل ومش ان الحال غالبا يبين هاية او فاعل او مفعول معرفة اقبل هو يمشي اقبل الضيف يتكلم اقبل الضيف يبتسم جملة فعالية في محل نصب حال في محل نصب نعت لا دنعت الجمل بعد الناكرات صفات رفع لا ايها ده كتف بل في محل نصب حال ولست جميل او دخل في بناء يبنى السكون اذا اتصل بي تقول فعل شارب تو هي لا تتأوج باتكلم عن نفس بالضمن باتكلم شخص شارب ت انس شارب ت فلست هذا فعل ماضي جامد مبنى السكون لاتصال بتاقي الفعل هي ببنف ولس خلاص بين ما بين السكون فهم الطالب بيساعد هذا عندنا فعل ماضي مبنى السكون طبع التأدي اسم ليس الباق زائدة حروف الجار الزائدة علام دي خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة او خبر ليس مجرور لفظا منصوب محل جميل برضو حلو اوي ايها المؤمن اسع في الخير اياتها المؤمن اسع المثال ده رهيب عاوز طالب حريف الفعل الامر لو انت وات شاطر يبنى على ما يوزن به مضارع خليك شاطر يولا اسع هيا ده في طلبة بالجبه كده بالدماغ والله اس ده كان في حرف علة مشي ايوي بدفع الامر مبنى على حذر حرف العلة يا اخواننا امش امر اسع امر انما الاستاذ اللي حطي السؤال رائع الاسع هلا كده ايوه 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 رمك فين يا معلم حدفك فين في العفاية الخامسة ديبقى وحش اسعب على اذهب الله ده حاس في النون جامد يبقى فعل امر مبنى على حاس في النون هو يسمى علينا مش هيسمى يا رجال ده هدفه يسرق الدرجة من ايه مبدأ الرجولة في ثلثة سنوية الرجولة الرجولة اللي بجد انك تقدر تنتزع الدرجة من قلمه صح اذهب ايه الف اتنين امر مبنى على حسف النون اذهبوا امر مبنى على حسف النون اذهبي يا متكلم امر مبنى على حسف النون شفتوا الكلمة ازاي امشي امر مبنى على حسف حرف العلة هكلم استاذة امشي يا مخبه امر مبنى على حسف النون لا مثال جامل جدا الفكرة بتاعته رائعة دي اللي صح اسا شي لو احد غلب باشي الكل بقولك اس مبنى على السكون لا ده حسف حرف العلة ماينفعش طيب نكمل اس اه حسف حرف دي صح بس غلط دي صح بس هدي غلط ده ده امر مبنى على حسف النون ابا مع السلامة يلا برا بعده يعلوا شأن الناس في طاعة الله ده نموذج جميل جدا اوي بجملة عادية ولك ريس حبيبي نعم انا عوز دي شرط خلي بالك ارجوك قبل ما تنتق وتكتب شرط وتختار لازم المعنى يكون مزبوط طيب ولمتى يعل شأن الناس يطيعوا الله الجملة مش شكلة الصح ان احنا لما انطوع ربنا الشأن يعلم مع العلم انه وجازم اهو حاسف حرف العلم وجازم الجواب بس المعنى مش مزبوط ما هو حاجة مترتبة على حاجة يا باشا بعد ازاك كده اقولك متى ينجح الطالب يزاكر وبعدين بقى ايه متى ينجح متى يزاكر ينجح خلي بالك طيب متى يطيع الناس يعلوا لأ غلطان فين دي صح يو ربنا حاسف حرف العلم عمل اللي علي بس صغير في الجواب ما حزفش حرف العلم لكن بص الترتيب الجميل متى يطيع الناس والله دا الفرق النتيجة يعل شأنه دا الصح دا الكلام المرتب الو متى يذاكر ينجح مش متى ينجح يذاكر لا نفعش طيب جميل يصوم الاسناد يا اولادي اللي حضر معنا نون النسوة لا تؤثر في الفعل الصحيحة يذهب يذهبنا يفعلنا لا تؤثر في الناقص يا معد تقولك في الناقص فاكر كلمة كيمة يسعى دا خلي النسوة النساء يسعينا يفعلنا فاكر يا ما عدنا نغن يدعو ربنا اهي اللي فاكر جيب النساء يدعون قلتلك هتجيب ستات يبقوا كاملين كاملين وهو اصلية 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 المزان يفعل باللم يفعل مبنى السكون اوعد قولي النساء يفعون تقول صفر قلنا ستات كاملين اللي يفاكر انت بتبقى الوق اصلية لما يجي بالنساء يدعون الميزان الصرف كامل يفعل مبنى السكون نون النسوة اتاثر في الاجواب بس يعني كلمة زي كيمة بتجاب كلمة يصوم اهو ادي يصوم ها هول يصوم نون النسوة قبل الساكن وهو المضار يبنى السكون اذا اتاثر بنين النسوة هيلتقي ساكنان الميم ساكنة والو ساكنة اضطر اضح بحرف العل منعم التقاء الساكن اللغة ما تسمح شبك ونقص الميزان يصوم تبقى يفل الله ايه استاذ يا فن مش ايه مادة فعلة ايو ما هو انت شلت الوسطان بقى خلاص شلت الو صوام يبقى كلمة يصوم ده يفل يفل يفن طبعا يصوم ده غلط يصوم غلط يصوم غلط يصوم يفل نا فقال حقا قوليا سيدي فقال حقا هذه غاية في الفخر لا تؤتى حريف ولا تطلب ده جملة ناعة يا دكتور الجملة بعد النكرية الصفات هذه غاية ده مبتدأ وده خبر شكرا في الفخر ملاش قمع هذه غاية لا تؤتى يعني صعب حد يوصل له صعب حد يوصل له فده مبتدأ وده خبر وكلمة لا تؤتى بوصف بها الغاية الجملة بعد النكرية صفات بص هذه غاية لا تؤتى فانت بتوصف انها غاية عظيمة فدي جملة فعالية في محل رفع ناعة هكذا جملة فعالية في محل جر لا يا رجل ده مرفوعة الصفة تدبع الموصوف جملة فعالية في محل رفع ناعة اجابة سليمة جملة فعالية حل لا مضاف ايه لا كده حبيبي حلنا مع بعض الواجب بتعليق الامتحان خلي بالك انا بديك نموذة الاجابة الملزمة اللي بديها لك بفضل الله بحاول على قد ما ادر اريح الطالب شرح موجود فيها الشرح حل صم ما بينطقش مش هشرح لك لجا تفاعل مفعول مبتلى خبر انا لما بحلم معك بثبت اكتر حتى انت لو سمعت السمع الوحد مذاكر طيب يا مستر رضا اللي متحد لسه فيه نص انا عارف اوه ده بتاع المهاجر ان شاء الله ادعيناك يا رب نعينا يوم الاربع جاي اشتعل معك نص يوم الاربع ان شاء الله اشتعل معك النصوص ماشي نستعد الان هنحل التعبير اللي على مين الامتحان حبيبي وصلنا الان الى التعبير خالص التهاني وصادق الدعوات بدوام النجاح والتوفيق الكلام ما يتقل امتى احنا قلنا في البرقية ما هي البرقية تهنئة او تعزية فتبقى طبعا عندي المطلوب هنا قدام سيادتك يبقى هذه عندنا يا اخوانا ان جاءت الينا يبقى هذه برقية طيب احنا متعودين برضو في التعبير بتاعنا و احنا كنا نبهنا ان التعبير مهم جدا درجته كبيرة يعني تتجاوز 11 درجة السالفات السنة دي الله اعلم و احنا اتفقنا خلاص ما بقاش في تعبير مقاري هو كان قاله كده في الاول لا الا عندك الانماط اللي احنا شغل عليها طول السنة بقول لولادي برضو لا مانع نرجع الى الانماط الجداف التعبير في محضر التعبير الفيديوهات واضحة ومجزئة الرضا والقناعة وعدم التطلع الى ما في يد الغير من سمات المؤمن الرضا الانسان اراضي وقنوع وبعدين ما بصش لغيري ده من سمات المؤمن واذا وصل الانسان الى هذه الدرجة تحققت لديه السعادة الحقيقية اذا الختام مناسب ده بيكلم عن الرضا والقناعة طيب هل اقول له بقى الختام فنعم السلوك الامانة هوش بيكلم عن امانة ده بيكلم عن القناعة طيب فبئس السلوك التراخي هو لا يتكلم عن التراخي فإياك والبخل هو لا يتكلم عن البخل فاقنع بما في يدك وارض به برافو عليك ده الصح ليه بيتكلم هنا عن مين عن القناعة الترتيب طبعا كلنا عارفين ان في كلمة سر في الترتيب بوصل للظاهرة او بداية المشكلة واستخدم سياسة الاستبعاد تمام بس النموذج ده جاي من قوي حيرنه ليه هتشوف هو بيكلم عن معنى الظاهرة والتفسير اللي بيكلم عنه بيكلم عن بعض الظواهر الغريبة بيقول ان ممكن الانسان يتعب شوية يروح في غيبوبة يحس بالموت حتى الثالبالك انا شفت الموت بعيني يمكن لما يتعب شوية تهيؤات شوية تخيلات ممكن يخيل بالفعل ان راح في عالم اخر كده يعني فالانسان لما يتعرض لمرض ما ممكن ياش هذه الحالة ولو لحظات طيب ركز احنا قلنا ما بنختار في البداية حاجة بدأ مثلا بلا كنة بدأ بكلم بال عطف لا فالظاهرة اللي بيكلم عنها ظواهر غريبة بولي ذهب بعض العلماء الى ان هذه الاعراض التي يواجهها من ينشك على الموت لا صعب يكون دي البداية انت تتكلم اخوان عن الاعراض لكن حتى الان لا تود وسيلة دقيقة لمعرفة اسباب هذه الاعراض مش دي البداية تجارب الاقتراب من الموت والحياة بعد الموت امور تثيل الاختراب من الموت الرب نعف عن كل سامع يا رب اللهم امين بالفعل الانسان ممكن تحصل له مواقف الرب من الموت ولكن كنت هموت يعني رب يعف عن كل سامع حدثها مريعة رهيبة وربنا انقذك منك لا ده الرب شوفت مبعيني بس ربنا انقذني وحتى يبتعب شديد دي حقيقة اسمها ظاهرة الاقتراب من الموت ففائلا دي البداية خلي انا اعمل حركة انتو عارفنا صح بقى مبسط صح ما بكملش اشوف اي حاجة بدقى بتلاتة هنا عليه واللي دي بتلاتة بس تبعد شوف بالمفجة حريف دي بدقى بتلاتة ودي بدقى بتلاتة ودي بدقى بتلاتة لأ كده بقى فهم اللعبة انا الغالبان او مش هالكلمة دال يلا مش انت يا دال ده حيرن مين بقى الصح فيهم من عارف اللعبة في الحالة دي انا قلت لك ايه لو اللعبة دي حصت المصطره اشوف فين البداية وفي النهاية الظاهرة وتفسيرها خلي بالك هنا هنبدأ نمشو واحدة واحدة بيتلقى واجرب كده بالراحة نجرب بيه تلاتة اربعة وحدة اتين بالراحة تلاتة تجارب الاقتراب من الموت والحياة خلي بالك بجد بعد الموت امور بتوسير تفاول عجز عنها العلم الاشخاص اللي بيواجهوا تجارب الموت اقتربوا من الموت بجد يؤكدون في بعض الاحيان دا دي حقيقة ورؤياتهم لعدة اشياء غمضة كالدخول في نفع مظلم دي حقيقة او التوحد مع الضو ضوء قوي او شبح الموت او الشعور الغريب بالطمأنينة وغيرها تب دي زواهر سنة يا بقى بجد دي زواهر ها بتشوف قال لك كلها دي الظواهر اهو انت لو بتخلي بك دي بيتكمل دي اهو اللي غمض ما هو اصلا جاب كلمة الموت وغموضها يا اخوانا قد الموت واشياء غمضة بيشوفوا اشياء غمضة قال لك كل هادي الامور هكذا كل هادي الظواهر بغموض الموت وكل ما له علاقة بالموت وبالطبع لم يعود احد من هادي التجربة المجولة ليقدم لنا دليل محدش بتورجع او معلومات اكيدة يمكن للعلماء فهم الموت من خلالها ادي الظاهرة او بيسميها اللي عندي يا اخوانا الانسان لما يقرب من الموت بيأكد لك ان دي امور غمضة لسه محدش عاشل ايه الموقف راجعا لنا طب هنا يا اخوانا واحد قال لك ذهب بعض العلماء الى ان هذه الاعراض التي يواجهها من يوشك على الموت يمكن تفسر بانها الوسى طبيعي لكن لحد النهاردة لا توجد وسيلة دقيقة لمعرفة اسباب هذه الاعراض وما اذا كترؤى من العالم الاخر كما اعتقد البق دي النهاية لان دي بص هو عرفك ادي الظاهرة وفصر قال لك والله ظهور غريبة وده شوية اعرف بس الحد النهاردة محدش وصل لنهاية ففعلا ده الختام لقال لك الظاهرة وفي النهاية قال لك هل حد وصل لها قال لك محدش وصل لها ده يبارة عن تفسيرات فبيكون بالفعل الف اقرب لماذا للصوات تسمح الاطوال اللي عليك دي طب ما يخب بقى ثلاثة اربعة ونخلي الحل واحد طب خلاص ونخلي واحد طب ثانية بقى هنقول نبدأ بثلاثة دي الظاهرة طب هل دي النهاية ذهب بعض العلماء الى ان هذه الاعراض التي يواجهها من يونشك على الموت يمكن تفسيرها بانها الوسط طبيعية لكن حتى لما دي النهاية ختم به لكن حتى الى الان لا توجد وسية دقيقة ده الختام اقول لك فيه كده وكده وكده بس الحد النهاردة محدش وصل الحقيقة ده الختام المناسب فاستبعد دي اجيب ثلاثة واحد نفس القصة يا خلاص فبالفعل دي البداية هنا او ظاهرة وفصل الضرب بس اكد لك في نهاية الامر استدراك لما ولك ان ده استدراك تفيد منع الفهم الخاطئ او اهمية اللي بعده لك رغم كل اللي ارو ده بس ما فيش ايه حاجة حقيقة بتاكد ده فكان الترتيب الطبيعي يبقى ثلاثة وانهي برقم واحد وانهي برقم اتين الانسان بكلمة واحدة قد تتعدل نفسيته طوال اليوم او تتعكر نفسيته طوال يوم ده دي حقيق انت ممكن تبقى صابحة الصبح رائع كده تسمع كلمة حلوة تشجعك يبقى اليوم زي العسر ممكن رب نعفك يعفو عنك وعن كل سامع تقابل انسان خلقته ولط تفكيره كده يديك كم كلمة كده يسد نفسك عن الدنيا والاخرة ففي كلمة تلوأ دمك اه وكلمة تعكر دم الانسان يقول الانسان بكلمات واحدة قد تتعدل نفسيته طوال اليوم او تتعكر نفسيته طوال يوم نقط فكر وثمن كلامك قبل ان تقول لذا من غير موظف لذلك علشان كده ما ينفعش بل فكر ده بل ده استدراك هكده بتأكد يا اخوانا ان اللي بعديه اهم من اللي بعديه اللي بعديه اهم من اللي قبديه لم يحضر محمد لكن سعيد بل هكده تثبت ما بعده طيب لكن ده استدراك زي بل لذا ده الصح التعليل لان ما ينفعش ما ينفعش لان نفكر الصح لذا عشان كل ده لذا فكر وثمن كلامك شوف الكلمة اللي بتقولها ما تبقاش كلمة محبطة بل كلمة بتشجعها السؤال ستين كل حصة بنقول ولاد يحفظوا الحمز والله اجيب لك مثلا قطعة من ايه من فقرةين كده اقول لك يا رئيس ده زعم وتفنيت حفظنا بقى ولا ظاهرة وتفسير ولا رأيه ده اللي قلنا ايه زعم وتفنيت كلام كدب وانا بصلحه طيب ايه عندي سيادتك ايه ظاهرة بقول لك ايه السبب ماشي طيب ايه الرأي بقول لك رأيه واجيب عليه دليل هنا القطعة ده حلوة قوي بيقول لك في حاجة غريبة الطب الحد انه ده ما وصلش ظاهرة في هنا ان في ناس بتشفى لمجرد الاعتقاد في العلاج اوضحه لك في ناس بتحب علاج معين هي كده عندها عقيدة هاخدل العاج ده هخف عليه غيره لا انا هدي مثال بسيط جدا مش قصي شيء مثلا واحد بيحبي اخو مسكي معين عنده صداع هو بيخدش اللي بنادول مثلا انا بفترض هذا لو جبتله خمسين الف علاج هو ده خد مليون علاج فعال مش اخف هو اعتقب بكده يقدر ما دول يخف ده مثال التقريب قال له ما كلها مسكنات فاستغربهم المادة الفعلة واحد قال لك اصلي فيه ظاهرة اكتشافه انه واضح ان فيه عامل نفس العقل او الجسد بيفرزه يخلي الانسان مجرد الراحة لعلاج يخف ما ده حقيقة يفنن في حاس ما وهم المرض موهوم ده حقيقة فده ظاهرة ان فيه ناس عنده ايجابية وحب لعلاج معين مجرد ما تاخد هذا لك او تعطب يتخف غير ولا تعال نشوف كده كاتب كده لا تزال علوم الطب في بداية طريقها لفهم الطرق التي يمارس بها العقل يمارس بها العقل تأثيراته على الجسم فمثلا تأثير الوهم على الانسان يدل على انه قد يشفى في بعض الاحيان من الاعراض الطبية فقط بالاعتقد بفاعلية العقل انا بعتقد فيه لك ده غيره مش هينفعه حلو الكلام هكذا سواء كان يعاني بالفعل من هذا القرق او لا يبقى سبه لاتقد فيه لك معين يخففه الزهرة بادي فسرها الزجل الامر يتعدى مجرد التفاول والتفكير الايجابي قالك فوجينا ان الجسم بيقوم بعمليات غير مفهومة تمكنه من اشفاء نفسه يعني مفاجئ انك انت لما كن نفسيا مسترحل لك الجسم بتغطيه بيستجيب ليك قلت له لايجله فاعلية ما دي حقيقة هاولي يستطيعها بسيط لو تسمح هجبك اعلاج مستورة بس انت اصلا مش من الطمب اللي مش تغل مش هخفه مش ده اللي بيخففني فاذا الجسم نفسه بيساعد نفسه بنفسه ده التفسير وهو امر اكثر دهشة من اي شي قد يبتكل الطب الذي لم يوضح هذا الامر فليه ظاهرة انك بتعتقد في علاج ثم تخف هكذا قالك انت خلط الجسم نفسه بيهيئ نفسه بنفسه لتقبل هذا الامر فليم الزعمه تفنيد مش كده وانا بصلحها بل ظاهرة وتفسير الظاهرة هي ان الجسم نفسه وانا بيحب علاج معين بيعتقد فيه بيخف غيره ما ينفعش الساب كما قال عندنا ان فيه عمليات غير مفهومة الجسم بيبدأ يفرزه يشفى المرأة لا تقنط وجعل املك في رحمة الله يا ما قلنا الاولادنا خلي بالكم من هذا السؤال اللي هي اخوانا كلمة بتحل مكان كلمة بس حذرتك الكلمة التي فيها همزة بستخدم سياسة لاستبعاد بطاير اثنين والعب مع اثنين اهو لا تقنط او عطيس وجعل املك في رحمة الله جميل ايبقى كلمة جابت تشام ها او مكاتب تتشام ايخوانا هكذا ادي تتشامك كلمة طبيعية املك دي ما فعل به خلي بالكم الاعراب مهم وهو اللي يمسكن الاعراب الكلمة اللي فيها يختاري اعراب هو اللي يحكم ضم ولا فتح ولا كسر لا تقنط وجعل املك ايه كلمة جاب كلمة رجاء حط بدل امال رجاء عن نص طيب نبص ايه مش حلة هستلم سيسل استبعاد شغل المقصة بتاعك تتشام دي صح ايه بد عندي سيبه تتشام صح ايه بد عندي تتشام صح دي صح ده تتشام لأ شكرا استبعت دي جيم يلا يا جيم برا تتشام لأ ده البر اللي هي بفيني عسل بها الوقتي ما بنده وبنده تب دي صح ودي صح دي ودي فيهم شك مين بقى الصح فيهم الاعراب الاعراب واجعل املكا مفعول به منصوب بالفتحة يبقى تتشام ورجاءك ليه مش قلت للشباب حبيبي ادي رجاءك ساني يسأه رجاء او 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 اوك الهم زعلي ضم مضموة بعد اسكون رجاءك لو منصوبة تبقى رجاءك ليه كما قلنا مفتوحة ايه قبلها ساكن فليه خلت رجاءك اللي جابه واضحة ان قبلها مفتوحة جاء منصوبة هكذا رجاءك ترسم عليه السطر هكذا قدامك وما قبلها عندنا ساكن يبقى لأنها كما قلنا مفتوحة عشان مفعول به منصوب بالفتحة وقبلها ساكن رجاءك ليه مفعول به منصوب التعبير اللي بيدل على الشهرة على كعبك كلمته مسموعة يشار له بالبنان سدي صح يشار له بالبنان دي الشهر يا رجال طب على كعب لا دي بتاعت الحظ يا معلم ده بتاعت كله يقولك ده كعب وعلي علي يعني له حظ فعلى كعب لا دي بتاعت الحظ ده محظوظ يعني اما الكلمة مسموعة كما قلنا يعني له زو سيادة على قومي انما اللي بيدل على الشهرة اللي يشار له بالبنان اما على كعب لا الحظ بتاعه علي علينا كان ده يا رجال التعبير اللي معنا مهما قلنا برضو هنفيدك التعبير فرع مهم جدا جدا بعد كده بقى ان شاء الله ننتقل الى ماذا الواجب بتاع هذه المحاضرة حبيبي وصلنا الان الى الواجب الواجب اللي معنا برضو عندنا نحو بعد النحو في حضرتك موجود نص متحرر على ادب المهاجر ثم عندنا قراءة متحررة والتعبير اما القصة بنعيد ونزيد فيها ونأكد على مواقفها وبنعمل لها الاسقاط اللي عليها في المنصة كما تعلمون السؤال الاول على الهمزة قال ما قطفنا من الشجرة الا ثلاثة ثمرات هل ما قطفنا شيء لا يا دهتور ما قطفنا قطف فعل مبنع السكون لاتصاله بناء الفاعلين شاربنا قطفنا النا فاعل ضمير مبني في محل رفا فاعل زي شاربنا اللبنا فكلمة شيء تبقى منصوبة يبقى الصحي اندي ما قطفنا شيئا لا يصحي احبابي شيء ده ده مفعول به استهال يكون المفعول به مرفوع وشيء دي كتابتها املائيا غلط يا احبابي وبرضو شيئا الكتابة بتاعتها خطأ الصواب لو انت الزاكرة بساعدك دي مش من ضمن الحروف الرافسة فاكر الدال والزال فاكر انت والراء والزاي والوو بتبقى عند النصب على السطر زي كلمة جزء لو انت فاكر يعني جزء اوم ايل جزء لكن عندي كلمة شيء يا احبابي ليست من هذه الحروف تتصل اوم ايل ايه شيئا اه بوصلها عب تبقى عبا بهذه الصورة ما قطفنا شيئا قال تعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبل والصلاة السؤال جميل جدا جدا بيكلم على الف الوصل وهمزة القطع في اقل من ثواني نقول لحبيبي الافعال الرباعي دائما قطع الماضي والامر والمصدر بهمزة زي احسن احسن احسانا حضرتك الخماسي وزن فعل وافتعل دائما وصل الماضي الامر المصدر السلاسي دائما وصل اما الثلاثي نقسمه الى قسمين ماضي الثلاثي المهموز اخذ اكل امر اذن قطع بسمي ماضي ثلاثي امر الثلاثي وصل كاتب اكتب شرب اشرب سمع اسمع عامل اعمل تحذير لا احبابي واولادي الضمائل لا تحسب لا يمكن لطالب محترم متفوق في ثلث سنوية يحسب الالف او الواو لا يا دكتور استحالة الضمائل بنشيلها ونفضل كلمة هلا يعندي سيادتك هو بيقول لي يعني دي وصل ولا قطع اظرفها كلمة امنة يا احبابي هكذا ده همزتين لو حد يا فاكر همزتين قطع لو الزاكرة بتساعدك الاولى عندي متحركة والتانية ساكنة الابنهم مد فامن اذا واحد اثنين ثلاثة اربع اذا انا بينه بالنفس هذا ماضي رباعي خلاص خلصت من اول واحدة استعني يا احبابي هذا ستة امر سداسي اشرت على احبابي قلتلهم يا دكتورة لو حصل وقبلك فعل امر اوعى اتقرب من الفعل هات الماض وعد الماض خذ الرقم من الماض استعان ستة حرف فالامر استعن امر مبنى السكون يبا يخبرنا هذا عندي امر ولكنه امر ستة دور اجابة بيقول هنا الهمزة قطع عشان ماضي ثلاثي غلط ده رباعي يا احبابي وصل ده قطع يا فنم ده هذا رباعي الاجابة همزة قطع لانه ماضي لفعل غلط الاف وصل عشان هذا امر لفعل سداس رقم ستة تلاتة هذه الانوار ما اضيعها صرن في جنب جراحا وظبا الظبا مفردها ضبا وهو السيف اللامع هذه الانوار ما اضيعها يا حبيبي دماء تعجبية اولك الحق ما اجمله الفضيلة ما اجملها ما دي مبتدأ بعرب كده يا اخوان ما تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ الضئيع فعل ما مبنى على الفتح فعل التعجب الفعل ضمير مستتر المتعجب منه الضمير الهاء هنا بقى الميزة ان دي جملة اسمية هذه ده مبتدأ ده مبتدأ اول الانوار الانوار بدل وبدل مرفوع يا ابطال تب ليه بدل مرفوع يا احبابي وده مرفوع ما دي بقى مبتدأ ثاني اه ما تعجبية في محل رفع مبتدأ ثاني والجملة الفعلية احبابي اضيعها خبر ما فده سؤال جميل جدا جدا والجملة الاسمية ما اضيعها في محل رفع خبر المبتدأ الاول تسمح لي واضيعها جملة فعلية في محل رفع خبر مبتدأ ثاني والجملة الاسمية هكذا ما اضيعها خبر مبتدأ اول لوها هذه اربعة رب فجر سألته هل تنفست هل تنفست في السحر طيب رب فجر رب دي عندنا يخبرنا حرف جر يشبه الزيت كلمة فجر لها اعرابان ان قلت لي مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا احسنت ان قلت لي مبتدأ مجرور لفظا بالكسرة مرفوع محلا ماشي ان قلت مبتدأ مرفوع بالضمن مقدرة ماشي تمام طيب سألته دي الخبر هنا هترد انسة شطرة اوي اوي تقول يا استاذ في مشكلة عندك بقول لها نعم قال تكتب كان مثال ده قلت لها سألت اه برضو عليك لفقرة هذه الفكرة هنا بدأ مفعول بها ليه منطقة الجملة دي مش كاملة انت عندك الفعل يا اخوان متعد فكأن قلت رب سألت فجرا يعني سألت فجرا لكن ده نجاي بالها افلت الجملة جملة بقى كاملة اخوان فسألته سأل فعل واتا 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 طالبين اكرمته هكذا يبقى فجر قلنا عاوس المبتدى مرفوع بالضم المقدرة احسنت مبتدى مجرور لفظا بالكسرة مرفوع محلا احسنت الاجابة يقول مضاف اليه يقول ده مبتدى مرفوع محلا مجرور لفظا اجابة سريمة هو بس مش قال ليه بها يعني مفعول به مجرور لفظا ده مش مفعول به عشان طبعا نكمل الجملة بالضمير يعني الجملة كده كملة تم هكذا متعدية للضمير ده مبتدى مجرور محلا مرفوع لفظا لا الصح هو مبتدى عندنا يقول مجرور لفظا مرفوع محلا بنلعب دايما بالطلبة في هذه الكلمات ده الصح مبتدى مجرور لفظا هكذا يقول عندنا يكون مرفوع محلا فالإجابة ده مبتدى مرفوع محلا مجرور لفظا خمسة كم من مواقع لم تحقق هدفا عند تحويل كامل خبرية الى استفهامية ده ما بيش يفصل مفرد منصوب من غير ما بصنا كم موقعا اي تحويل الى كامل استفهامية مفرد منصوب بالفتحة تبقى الكلمة بهذه الصورة هكذا كم موقعا هكذا يا اخوان طب ينفع كلمة كم موقعا لا يا دكتور ده مجرور اوعى لا الصح مفرد يبقى تمييز منصوب بالفتحة قلنا ان تمييز كم لها طريقتين مفرد منصوب تب لو جاء بلا حرف جر يجوز امرين اما يكون تمييز منصوب بالفتحة او ينجر بالاضافة بكم جنيه او بكم جنيه لكن بالمنظر ده كم موقعا ده الاستفهامية يا اخوانا افضل عند جعل هذه الكلمة مجرور بالفتحة يبقى لازم مجرد من الول اضافة لا فيه ابلها الف ولم ولا بعدها مضاف اليه ولم نبه احبابي المضاف اليه نكره او معرف نمشي جملة جملة لابد ان نعمل بطريقة افضل اجابة سليمة والبداية موفقة نعم عشان دنعت وهذا يا دكتور قدام سعدتك نعت مجرور بالفتحة ردت اني ستفهمني يا استاذ هنا يحب بالراحة الوقت هل انت شايف يا دكتور في الف ولم هنا لا يا استاذ يبقى مجرد من ال شايف سيادتك عندنا هنا في اضافة لا دنعت ينجر بالفتحة وخلي بالكم من هذا المثال الاعراب لا بد ان نعمل بطريقة الباء حرف جر طريقة اسم ينجر بالباء وعلمة الجر الكسر دنعت ينجر بالفتحة اعترض واحد من ابنانها قال ازاي قلتلك يا باش مهندس اشترك في الجر ولكل واحد علامة فهذا مجرد من ال ومن الاضافة ده الصح نكمل لا بد ان نعمل بافضل طريقة حاسب من هذا المثال حاسب يا حبي اياك انت انخدع يا باشا ده في مضاف ورا مضاف اليه ده نكرة انا من الزنب ان اي اضافة الى نكرة او الى معرفة شكرا تنجرب الكسرة بافضل طريقة خلي بالكم من هذا المثال يا احباب ماشي هو عاوز نجرب الفتحة فطبعا دي كده نعمل اعلامة لا بد ان نعمل بالطرق افضلها يا فن مش هينفع لسبب حيب قلبي بالطرق يجر مجروه هات افضلها حتى كمان هكذا معرفة احنا قلنا هذا يا ده كترة انجاء بينجر لازم يكون نكرة هكذا طيب لا بد ان نعمل بافضل الطرق هذا عرف بالاضافة لا ينجرب الكسرة يا احبابي إبا انت عايز بالفتحة يكون نكرة صريحة لا في الف لام ادام ولا في وراء اضافة الله لا يحب الفساد فلا تكن مفسدا علامة اعراب الفعلين اللذين فوق الخط الله لا يحب دي لان نافية هذا فعل مضارع مرفوض الضم حاجة عادي خلص لا نافية طيب فلا تكن دي لان هي مضارع مجزون بالسكون دور بقى ساتك على الضم وعلى السكون هنا بقول اللي الضم صح حصف حرف العلة لا يا دكتور بالمناسبة بالمناسبة مضمنش طالب يتكابل اوعى من كلمة تكون وانه بيجزن بالسكون بيلتقي ساكنان تبقى الكلمة بهذه الصورة عندي تكون يا احباب فدي غلط نعم ساحة دي كده ونشيلها يلا السكون لا يا راجل دا دي لنا فيها بعدها المضارع المرفض بالضم ايب الصح الضم والسكون الاجابة عندنا سليمة قال الشاعر اخاك الذي ان تدعوه لملمة اي لمصيبة يعني يجبك كما تبغي ويكفيك من بغى يعني يكفيك اي حد بيعتد عليك الصديق الجدع اللي يوفمك في الشدة واي حد يفكر يعتد عليك يفرمه هكذا المثال الجميل اخاك الذي ان ادات شرط بتكزم فيها يا احباب تدعوه اصلي الفعل عندي اخوانا تدعوه او كده مش الهاء مش تبعنا تبدأ هذا ناقص يا حبيبي يبقى مش الحاس في حرف العل يبقى تدعو كده تدعوه يبقى هذا فعل مضارع مجزون بحاس في حرف العل الصح تدعو ترجو يبقى تدعوه هكذا فكلمة تدعو اصلي تدعوه يبقى مضارع مجزون بحاس حرف العل او مجي هكذا والله ادي قدامي بهذا الشكل يخبرنا ادي حاس وتبقى الكلمة حاس حرف العل يجيبك يجيبك يفن اصلي عندي يجيب تعمل بص على كده يخبرنا ادي كلمة يجيب هذا اجوف هاجز بالسكون هيلتقي ساكنان بمش مين الياء يبقى يجيبك بهذه الصورة فعل مضارع مجزون بالسكون دور بقى على حس حرف العل والسكون بل مضارع مجزون بالسكون لا دي غلط اصلي او كان مضارع مجزون بحس حرف العل نعم فعل مضارع مجزون بالسكون احسنت اجابة سليمة يبقى نخلي بانا هذا يجيب تبقى يجيبك ان هكذا يقبل حذف هذا ايه اجوة في التان من ورحة فعلا بيجزم بالسكون التقى ساكلا تبقى يطيع السؤال رقم تسعة قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هذا فعل امر يا حبيبي والامر يبنى على ما يجزم به مضارعه مش كده ده 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 افعل خمس حسف النون ده في المضارع يبقى هذا امر مبني على حسف النون على طول امشوا ده مش مبني على الفتح ولا الضم لا مبني على حسف النون كلوا امر مبني على حسف النون بعده انت تسعين الى الخير المؤمنات يسعين يا حبيبنا اكتر من مرة بنحذر من هذا السؤال انت انا باكلم بنت واحدة الله يبارك فيكم كده افعل خمسة يا مخاطبة ترفع بثبوت النون بثبوت النون يا اخواننا خلي بالكم اما اكلم بنت واحدة افعل خمسة ايه الافعل خمسة كل مضارع اتصل به الف اتنين وهو جماعة يا مخاطبة يذهبان يذهبون تذهبين فرجاء ثم رجاء نخلي بالنا انت تسعين فيها لعبة صغيرة الصح ان ده مضارع مالو كده مرفوع بثبوت النون بس فيه حتة تحزفت الميزان عشان كي اناقص اصل الكلمة اللي قتوب بهذه الصورة تسعة وده عندنا يا اخواننا يا المخاطبة ودنون فالتقى ساكنان فنشلت كما قلنا اصل الكلمة يا ولد فدحتها كده ده التسعين تفعين الله يا اصدر ده فين اللام بتاعت الميزان ما احنا شلناها عشان ياء وياء ولهذا الياء دياء مخاطبة انت تسعين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون بثبوت النون خلي بس ياتك انت بس شلت اللام بتاعت الكلمة الحرف الاخير منعا من التقاء ساكنين ياء معي فانت شلتها طبعا ودكت الف يا اصلا الف تسعة فحطيت الفتحة بس بتدل على الالف المحزوفة انت تسعين هذا الثلاث افعل خمسة الميزان الصرفي تفعين طيب المؤمنات يسعين بالله عليكم اما تسمع كلمة المؤمنات القائمات الساجدات الله يخليكم من النسوة قلنا كتير جدا جدا وقلت رسيات تكنون النسوة لا تؤثر في النقص ما بتشرش حاجة فكلمة المؤمنات يسعين يفعلنا الله يبرك لكم المثال ده خطير جدا تاني معلش انت بكلم واحدة يبقى خلاص من دلوقتي افعل خمسة هذا مضارع مرفوع بثبت النون معرب بس في لعبة في النص كنا ان في حرف علا وعف الاخر منعا ملتقاء ساكنين لكن المؤمنات القائمات الساجدات بالله عليكم دنون نسوة يبنى على السكون وهي لا تؤثر في الفعل الناقص تسعين هنا او يسعين يفعلنا يبقى لا يخبرنا الميزان هنا يفعلنا وبالله عليك فعل مضارع مبني على السكون يحفظوا مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة بنون النسوة اوحدين سيخوان والنون ضمير مبني في محل رافع الفعل لكن انت تسعين تفعين عينة وهذا مضارع مرفوع بثبوت النون اعرى كده يا بيش فونس الاجابة بيقول لي فعل مضارع مبني على الفتح لا يا دكتور اوعى اوعى الله يبني فيك البناء الفتح نون توكيد ثقيل ده دي عفعل خمسة مغربة فعل مضارع مرفوع بثبوت النون بس الميزان غلط تفلن وبعدين الميزان تفعين انت شايل اللام اللي بتاع التسع انت شايل ايه لام الكلمة فعل مضارع مرفوع بثبوت النون تفعين احسنت فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة بالله يا عليكو احبابي خلي بالك من هذا المثال مش عيب ابدا اسمع السؤال ده اعطيت ربع مركلة فيديو اعيد واسمعوا اعيد واسمعوا اسمم زكرة ان شاء الله يرسخ فيه لينك بعده فيه مشكلة تانية يا اخوان طبعا الاجابة بتاعت كيم هي الصابي احبابي عشان بس من ننساش نعلم صاحي عفوا صاح القائد اقذفوني خلف الاسوار يفتح لكم باب النصر انا بس همشوا واحدة واحدة هذا امر فيه مشكلة كبيرة ده مضارع مجزون في جواب الطلب مش قلنا الطلب بدا كثرة يسبق بامر او بله او للذاكر تنجح اقذفوني يفتح فبس انا خلص ذكية بداكية ده مضارع مجزون بالسكون يا اخوان خلاص ده مجزون ودي قدام ساعدتك بهذه الصورة بالسكون في جواب الطلب المشكلة هنا دي مشكلة وبالله عليك اسمع على المصلحة اقذفوني انا عاوز طالب شاطر او يقول ليه الامر بيتقلق به يا وستاذ رضا الامر مبني يبني على ايه على ما يجزم به مضارع طب اي رئيسيات تقتيني خليها مضارع حاضر اهي ادي لم يق خلي بالك بقى يقذفوني طيب لو انت طالب شاطر لم يقذفوني هكذا ده مضارع ايه مستر ده مضارع مجزون بحاس في نون فرد ببنت قالت ايه يا وستاذ رضا نون ايه ما نون موجودة هيا ما هدي الحدوتة اللي يدناها في الحصة اربع مرات تيجي نجيب اصل الكلمة ونرجع كل اصلها يلا تعالى عارف اصل الكلمة يق هاو بنحتاخرات يقذفوني هكذا بص يا شاب كده طيب ايه يا استاذ هتعرف كل حاجة بس تصبر يقذفون اه بس حد كده هذا مضارع مرفوع بثبت النون ايه النون هي يا رجال حلو كلام حلو كلام اما النون دي باسمها نون الوقاية وقاية اه من عندي في نون دي النون دي حملت الاسية بتقي الفعل من الكسر مش فهم يا استاذ يا دكتور الفعل لا يمكن ان يكسر ولا يجر الجر من علامات الاسماء انت عندك حتة يا قصيرة مكيرة مجرمة فتاكة يا المتكلم تكسر ادخن كلمة في العربي ها ديك مثال انا عندي كتاب او الكتاب دخل ليه متكلم يقول الكتاب يخضى عليها فإن اللي حصل بقى اما دخل مضارع مجزون بحس في النون فانا بشيل هذه النون ده مجزون بحس في النون هبا الامر هبا الامر نفس الكلمة اق هكذا يقبلنا ها دي الكلمة اق كلمة الصح بس انا بقى اقرفها لك يعني يعني اصلاي لو تخيلت انا بوضح بس للتوضيح للتوضيح يعني اقذفونني مثلا كده اتنين هون هقول لك امر مبنى على حسف النون او يا رجالة ها ها ده امر مبنى على حسف النون لو انا بولت اصورتها يعني اقذفونني انا بولت اخيل فهذا امر مبنى على حسف النون وهذه النون للوقاية ولياء مفعول به ها ده كثرة ضمير مبنى في نص مفعول به هو الجامعة طبعا فاعل فاذا ده مضارع مجزون في جواب الطلب ها ده امر مبنى مبنى على حسف النون شوفين الاجابة بول لأمر مجزون لا يا رجل الامر ده مش مجزون ده الجزب ده اعراب هو امر مبنى على حسف النون مضارع مجزون في جواب الطلب علامة الجزب عندنا بالفعل السكون فنخلي بقنا من الحركة ده بقى خده بالشابه بقى يبقى اضربوني اكرموني هكذا يا اخواننا عظموني انا كلامي عام طبعا هذا امر مبنى على حسف النون تصورها تصورها يعني اقذفونني كان فيه اتنين هذا امر مبنى على حسف النون تبقى اقذفوني اكرموني امر مبنى على حسف النون قال الشاعر قالوا لنا مات إسحاق طبعا إسحاق ممنوع من الصرف علم أعجمي عشان كما تنونتش أنا ممكن أكعب لك وزعني عن مرضى هقول لك إسحاق اضبط اللوع إسحاق ممنوع من الصرف علم أعجمي لا ينون ها قالوا لنا مات إسحاق فقلت لهم هذا الدواء الذي يشفي من الحمقي الفعل الماضي المبنى على الضم يا دكتور بين أي فعل ماضي متصل بها الجماعة مبنى على الضم خرجوا أكلوا قاموا صاموا نموا مبنى على الضم يا دكتور فكلمة قالوا مبنى على الضم مع مثال جميل أوي أوي هذا المثال اللي معنا يا رجالة رقم 13 اللي بصبا عايز طالب رأي بقول إيه قم احتراما للمعلم حاضر واسع في طلب العلم حاضر واقتدي بالنابغين حاضر واصبرنا ايه عمل حاج ده ده انت عامل ليه فرح عيد فعل أمر تعني عارب حاجة حاجة ها وضيف لي معلوماتك أما قم أمر مبنى على السكون المضرب بتوايق بنا لم يقوم مجزون بالسكون يبنى على ما يجزم به مضرب وأنا علمتك عمل حاجة كده حاجة انت الفعل انت انسان محترم هجابه قم خلاص السكون أمر مبنى على السكون هو عاوز الامر مبنى على السكون كم 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 اسع اصلا اسع حزفت حرف العلم انت عسل امر مبنى على حصف حرف العلم هو مش طالب يا رجالة طب اقتدي الله الله اسلا اقتدي يهوزك يا عسل امر مبنى على حصف حرف العلم اقتدي اصبرنا امر مبنى على الفتح ليه يا دكتور اتصال بنون ايه التوكيد طبعا اخرجنا ادعونا اذهبنا امر مبنى على الفتح الاتصالي بنون التوكيد الثقيلة امثلة جميلة جدا محتاجة من الطالب يخلي باله من نفسه الله يبني فيكم احبابي وابنائي الجملة التي تشتمل على فعل يجوز توكيد قلنا متى يجوز التوكيد لو سبق كما قلنا باستفهام او بلا الناهية او بلا من الامر او بلايتة او لعل العرض بالة التحضيب بهل نبدأ يا معرض وعاوزه جائز بقولك لا يزداد الحب الا بالتسامح ده ممتنع عشان دي لن نافيه عفوا بالله لن يزداد الحب هذا ممتنع عشان في نافيه بلن هل يزداد وعاوزه جائز خلي بالحضر لكم هل يزداد الحب الاجابة نعم ليه ابطال الليك فعل يجوز توكيده بالنون متى يجوز ان سبق باستفهام اول هل يزداد او هل يزداد بالله لا يزداد لا ده ممتنع تب لماذا هو ممتنع يا دكتور عشان من فيه اتق الله ولا تخشى غيره انا عاوز ااكد حاطر سهله خالص بس فيه تنبيه لولاده عارفينه ان نون التوكيده الثاخله بتعمله بترجع الحرف المحزوف يرجع اما اكد فعلي بان نون اي حرف محزوف يرجع كن كونن صمصوما امش مشا يمشي امشيان ادعو دعا يدعو ادعوانه الهو الهوانه تعا نشوف كلا بالراح بول اتقي تبدأ امر انا عايز اجاب حرف العل المحزوف هات المضارع اتقي يتقي يبقى اتقي ينا ولا تخشى ولا تخشين بول اتقي ون لا دي بيده خالص اتقي ينا دي صح برجع لي خشى يخشى يبقى ولا تخشين اجابة سليمة طب اتقي ينا ولا تخشوان غلط طبعا دي ما تنفاش عنده خالص يا احباب لان ما الصحي خشى يخشى اتقنى لا خطأ يبقى خلي بلكو الله يبري فيك خد فكرة السؤال اروك يا ابن انجاب لأمر واللي اكب بنون الحرف المحزوف بيرجع خد ببدأ السلامة والهدوء مطلوب استعجل لي اتقي اصلا اتقي يتقي بالكشاف بتاعي المحزوف ايه الي ارجعت باتقين هكذا لا تخشى لا تخشين بهذه السؤال والله لن نعتصم الا بالله سبب الامتناع ان الجملة من فيه بين خرص بين الجملة من فيه في نفيه طيب السؤال والله لا يكافئن المعلم المجتهدات حتى يسعدنا نعنن طبعا دون التوكيد يا اخواننا عندي الثقيلة والله لا يكافئن القسم اما حتى يسعدن دون النسوة المجتهدات فهذا فعل مضارع مبنع الفتح لاتصاله بنون التوكيد ما بيكتبهاش عشان يخدعك وهذا مبنع السكون كما قلنا لاتصالها كذا بنون النسوة فالاجابة سليمة عندي هذه نون توكيد لكن ده ضمير رفع نون النسوة ضمير الرفع 18 قال الشاعر وهل يمنعني ارتياد البلاد من حذر الموت ان يأتيني يا فندم سبب توكيد ما تحت خط هل يمنعني طيب هذا فعل مضارع سبق باستفهام يبقى هنا هو تأكد لي جوازا سبق باستفهام الرجاب هل لانه جاوب قسم لا مش جاوب قسم خالص هل مسبوك بعرض لا لا هل لانه مسبوك باستفهام ماشي بس استنى خلي بالك هذا جائس المثال ده خادع هو مسبوك باستفهام ممكن انطلق او يعلم لا لا ده بولك واجب اوعى يا فندم لو سبق المضارع باستفهام يبقى جائس اللعب ده مش حلو وده اختار دي يا بنت يا ابني هيوعى لا يبقى سبق باستفهام وجائزه التوكيد لان البشا بيقول لي سبب توكيده وحكمه ايه سبق باستفهام والحكمه جائز يا حباب اجعل الفعل يقضي واجب البناء على الفتح اما يقول لي واجب البناء على الفتح يبقى نون توكيد ايه نون توكيد ثقيلة مشاددة نمش واحدة واحدة هو الواجب اللي حطي السؤال ده مسهل ده مضارع اصدو متى يجب توكيد المضارع بينهم واجب التوكيد ها واجب بناء على الفتح بس 8000 يبازم يكون في قسم او غير هنشوف الا تقضيان ايوا استنى استنى هل هذا واجب ام جائز هذا جائز عشان العرض الا ولا عايز واجب التوكيد يبقى واجب بناء على الفتح يبقى واجب الاتصال بالنون طيب هذا جائز ليه عشان يقبلنا ده سبق بعرض طلب رفقة لا تقضيان لا هذا مش واجب البناء ده جائز البناء طيب ليه احنا قلنا يا دكتور متى يجوز توكيد المضارع بينهم يعني متى يجوز بناءه لو سبق عندي باستفهام او بنائه فهده جائز هل يقضيانا لا ده جائز يا باشا البناء طيب هو ليه جائز يا دكتور استفهام اما والله لا يقضيانا او والله لا قضيانا هذا واجب التوكيد بناء على الفتح سؤال جديد غير مباشر بدل ما اقولك هاتو واجب التوكيب بناء قلت لا هاتو واجب البناء على الفتح ممكن لك خلي جائز البناء على الفتح يبقى برضو كإنهل جائز التوكيب بالنون فده سؤال جامل جدا جدا في فكرة لا تعجبنك دنيا أن تتاركها سنبقى بالراحة لا تعجبنك هذا مضارع جائز التوكيب بنون سبق بلا ناهية لا تعجبنك هذا فعل مضارع مبنع الفتح في محل جزم وانا قلت الاولاد اخلي بالكم من هذه الصيغة كلمة زي كلمة اديلا مثلا امبوليسيتك اديلا تهم لنا قلت لك ايه دكتور هنا في مشكلة نون التوكيب الثقيلة بتخلي الفعل مبنع الفتح ولانا هي ادى الجزم فالتقى البناء والاعراب اعربي ازاي فعل مضارع مبنع الفتح في محل جزم فطبعا ده مضارع مبنع الفتح في محل جزم خلاص اري مبني هكذا على الفتح وبانعرف اخوانا هكذا في محل جزم لا تعجبنك دنيا دفاع الاخوانا هي مين اللي مش تتعيبك الدنيا انت تاركها جملة اسمية الجمل بعد الناكرات صفات الجمل بعد الناكرات صفات دي مرفوعة فاعل مؤخر زي مثال بسيط جدا لا يضربنك اخوك من اللي ما يضربكش اخوك فاعل مؤخر لا تعجبنك دنيا الدنيا دي فاعل والجمل بعد الناكرات صفات دي مقى جملة اسمية في محل رفنعت بل فعل مضارع مبنع الفتح في محل جزم ايوة جملة اسمية في محل رفنعت اجابة سليمة طيب بل فعل مضارع مبنع السكون لا 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 ازاي مبنع السكون دانون توكيد ثقيلة فعل مضارع مبنع الفتح في محل جزم ايوة بس يقولي جملة فعلية في محل رفن لا 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 دي مش جملة فعلية لا دي جملة اسمية مضارع مجزم لا هذا يا اخوان عندي مبني في محل جزم فلبسه الجميل جدا جدا يحرك دماغي لا تعجبنك دنيا هذا مضارع مبنع الفتح في محل جزم دنيا ناكر الجمل بعد الناكرات صفات دفاع المؤخر مرفوع يبقى دي جملة اسمية في محل رفع نعت السؤال 21 أصبحت أشقى بين أظهرهم فكأنني أصبحت في أسري أصبحت أشقى طبعا ده جملة فعالية في محل نصب خبر أصبحت فكأنني بس انتبا نأكد ده كده أصبحت أشقى أعلم براحتي ده جملة فعالية هكذا في محل نصب خبر ده كلام جميل فكأنني أصبحت واف يا ولد كأن من أخوة إن الياء دي اسمي كأنه طب إنه بتنصب وبترفع يبقى دي أصبحت دي قدامك تبقى في محل رفع لي يا دكتور دي خبر كان يا أحباب يبقى جملة فعالية في محل نصب خبر كان اللي أصبح يعني ودي جملة فعالية في محل رفع خبر كأنه يبقى هذه في محل نصب وهذه في محل رفع الإجابة باقي الإجابة السليمة رقم 22 مهما تستأنس الأسد فلن ينسى ضراوته يعني ما تديش الأسد الأمن الكامل مهما روضته ومتوحش يعني عمله بحذر مهما تستأنس الأسد فلن ينسى ضراوته دكتور دي جملة قدام سيابتك عندنا فعالية في محل جزم اقتران جواب الشرط وجوبا بتبقى الجملة في محل جزم يا أحبابي ولهذا بيقولي في محل نصب نعت لا غلط في محل نصب حال غلط في محل جزم الإجابة عندي سليمة نجح والله أعلم محمد دي جملة اعتراضية لا محلة لها من الإعرب على طول جملة اعتراضية لا محلة لها اجعل الفعل يقول مبنى السكون يبقى النسوة ابنى السكون النسوة أنت تقولين لا يا ربي يكرمكم دي مخضة لتاني مرة بنشوفها النرض أنت تقولين أنت تأكلين أنت تشرمين ده مرفوع بثبوت النون هكذا لا أنتن تقولين لا 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 منفعش أنتن تقول المهم أنا رايح سيادتك الفعل عندك تقول مش كده صح حاضر أو يقول ماشي هتجب أنتنن النسوة ده كلام سليم يا أستاذ هيبنى على السكون هيلتقي ساكنا يبقى تقولنا أو النسوة على السكون هكذا عليها فتحة والسكون تقولنا فهذا مضارع مبني على السكون لاتصل ابن النسوة الميزان تفل تصم أنتن تصم تقول أنتن تقولن تبيع أنتن تابعا خلي بالك يا أحبابي ده نون النسوة وهذا أجوف تصم أنتن تصم تفلن بهذه السورة فالإجابة الصحاب أنتن تقولن الصدقة تفلن بهذه السورة الفضلاء يعفون عن الزلات الفضليات يعفون قلنا هذا المثال كثير مش دول رجالة يبقى دي وو جماعة والميزان نايس رجالة يعفون يفعون لكن دول ستات الوو أصلية الوو أصلية الميزان كامل الفضليات الفعليات يبقى يعفون هنا يخبرنا يبقى يفعون يا رجالة دول رجالة الفضلاء قدام ساعة كلمة يعفون تبقى يفعون ينقص الميزان الفضليات يعفون هكذا يا أخوان تبقى يفعون بهذه السورة عاوز نوع الوو دي وو الجماعة لكن دي وو أصلية وحد ينسى دفاع المضارع مرفوع بثبوت النون لا دفاع المضارع مبنى على السكون الرجالة الفضلاء الميزان نايس يعفون تبقى يا أخوان عندي يفعون من عفو هكذا دي يعفون دي ستة كلمة يفعون بهذه السورة ده بالنسبة قدام سيادة كهندان لي واجب النحو حبيبي معانا هذا النص المتحرر على أدب المهاجر النص اللي معانا جمع كثير جدا من خصائص أدب المهاجر الشعر هنا بيكلم عن قضية إنسانية جميلة جدا إيه هي؟ إن الشعر بيحب الإنسان الحر وبيزعل أوي أوي لما لاي إنسان ذو مكانة يعني قيمة وقامة وتلاقي إنسان وضيع أو حقير يقل بيه أو يزعله الشعر بيحترم أي إنسان مهذب حتى لو كان خصمه بيحترمه نحن عندنا المثل الشهير عدو عاقل خير من صديق جاهل الشعر بيرفض الأزى تماما ويرفض حتى أنه يقتص نفسه يعني ينتقم لنفسه كمان الشعر اللي معانا ما بينخداش بالأمور البراقة ما بتخدعوش هذه هي المظاهر الخادعة أجمل حاجة الشعر بيقول أنا عايش في حصن إيه الحصن بتاعي أخلائي واحترامي لنفسي وللآخرين وحب للضمير والقيم النبيلة هي اللي معيشاني في هذا الجو أنا لو طالب ربنا كريم نشاط المذاكر أدب المهاجر ده اسم التجديد في الشعر من حيث المضمون لو فاكر بالسمة الألة وهي النزعة الإنسانية لو فاكر لما أنه آمنوا بأن الشعر يقوم بدور إنساني مهم في الحياة إيه ما دور الشعر تهذيب النفس أعلاء الحق نشر الخير والجمال والحب والقيم النبيلة والسعي إلى المثل العليا نادوا بجعل الحب وسيلة إلى سلام دائم يشمن النفس والوجود واحدة واحدة كده بالرح قال الشاعر خلي بالكم النصوص الدرجة بتاعتك كبيرة الله يبري فيك برحتك كده تقرأ مرة واثنين العام الماضي كانت سهلة السنة تكون أسهل إن شاء الله قال إيه لي يا أبو ماضي حر يعني عاوز لك أنا حر يعني ومذهب كل حر مذهبي البداية أعلن الشاعر أنه إنسان أبي كريم حر ما كنت بالغابي ولا المتعصب قال أنا ما كنت ضالا ولا أمير إلى الضلالة ولا كنت متعصبا متحيزا لفئة أو لفكرة إذن قال أنا إنسان حر عزيز النفس هكذا وأحترم كل حر في هذه الدنيا أنا إنسان معتدل أنا إنسان بصير واعي فأنا لا يمكن أن أكون غاوي لست ضالا هكذا ولا متعصبا متحيزا إني لأغضب استموا أكد بإنه والله للكريم ينوشه من دونه وآلوم من لا يغضب شهر محترم قال أنا بزعل جدا جدا بزعل على الإنسان الكريم الإنسان الأصيل الإنسان النبيل لما تلاقي إنسان سخيف ينوشه أي يا أخوانا يؤذيه قال أنا أحزن حينما يؤذى الإنسان الكريم وآلوم من لا يغضب لازم تغضب لكرمتك يعني أنت إنسان محترم إنسان مهزب تربيه علي جدا أبلك إنسان أي الأدب سيادتك لا تتمدى في الأدب والزوق رد عليه إن هناك علاج لبعض الحمق ياخد فوق دماغ ويتلم فلا إنسان محترم أنا بزعل جدا إنني أغضب للإنسان الكريم الأصيل النبيل حينما يؤذيه الحقير ويجب على الإنسان أن يثقر لكرامته وأحب كل مهذب ولو أنه خصمي أنا أحترم جدا وأقدر جدا كل مهذب أي إنسان خلوق مهذب أحترمه حتى لو ما كانش بينه بنه قبول يعني كده يعني طيب وأرحم كل غير مهذب وأنا أيضا يكد أرحم وأشفق على كل إنسان ليس مهذب لعله يهتدي يوما فإذا قال أنا أحترم وأقدسه وأجل المهذب حتى وإن كان خصمي الشاعر متسامح وأرحم وأتجاوز عن غير المهذب يأبى فؤادي أن يميل إلى الأزى أنا إنسان مسالم قلبي لا يميل إلى الأزى حب الأذية من طباع العقرب العقرب طبعه يلدك وده يتنب التزيل جامل حكمة العلم إن ده وش من طباع مين المهاجر بس إليه بمضي حكيم بيسموك إلى الفيلسوف فقال قلبي يأبى أبدا الأزى استحالة لأن الأزى ده حب الأزية من صفات العقارب وأنا إنسان أحب الخير لكل الدنيا فينفي تماما تماما أنه يحب الأذى لغيره لي أن أرد مساءة بمساءة لو أنني أرض ببرق خلبي حلو قوي مثال جامل جدا بيعالي قضية في عصرنا وهي إنما يكون في خناء حد شاتبك البعض بتاخده العصبية يوميا يسأل لي كرمته وهتأل لي أنت كذا ولو أنت ستين كذا وحط عليه وفرج عليه الدنيا وافتخر بصم ده أنا زبطه ده أنا حطيت عليه لا ده بنسميه النصر الزائف زي البرق الخادع فالشعر يقول والله أنا أقدر أرده لي أن أرد والله أقدر أرد المساءة بالإساءة يعني حد أسأل أرد عليه لكن أبدا أنا لا أرض بهذا النصر الزائف لكن أبدا إنسان حليم وخالق وأعفو وأصفح ولا يلمس عدتك ممكن إنسان يتطول عليك لما ترد الرد الحسن يتكسف ويعاتب نفسه ويعتذر لك وإذا إياك إنك أنت تحط من قدرك وترد الإساءة لا هكذا إنسان يتريف ويتحلى بالحلم قال لي أن أرد مساءة بمساءة أنا أستطيع أن أرد الإساءة بمثلها ها في سنية ولكن كما قلنا هذا الأمر إنما هو نصر زائف أنا لا أحبه حب المسيئي شعوره ومقاله عفوا حسب المسيئي يكفي حسب المسيئي شعوره ومقاله في سره يا ليتني لم أزدم يمكن أنت لما تعفو عن المسيئي وما تردش عليه يرجع يرجع نفسه كيف سره إيه دا يا ريتني ما غلط أنا آسف ده أنا إنسان مش كويس يعني لو في إنسان هجومي هجمك كيف القول اسبر واسكت واعفو عنه ممكن هذا الإنسان يستيقظ ضميره ويرجع تاني يرجع نفسه ويعتذر وألوم نفسي قبله إن أخطأت لو أنا غلط حسب نفسي اللي بتغلطي أنت مزهي الآخر وإذا أساء إلي لم أتعتبي إذا الشعر أنا لو غلط أعتزل وعاتب نفسي أنا مش كده ولو أساء لي لا أتعتب أي لا أعاتب وكبر دماغ أنا لا تغشني الطيالس والحلع هكذا كم في الطيالس من سقي من أجرب الطيالسان أو الطيالس ده اللبس والحلية في حياتنا هذه للأسف نعتزل يعني ربما ينخدع الإنسان بالمظاهر إنسان يعني مظاهر في الملبس بدون تفصيل يعني وجامل كده فربما تنخدع بملبسه أو بسيارته أو بمسكنه وتفاجئ أنه إنسان ضال أو غشاش وأنه أشبه ما يكون بالأجرب ممكن إنسان بسيط جدا جدا بس معدنه طيب فالشعر زاكي قال أنا لا تخدعني أبدا أبدا هذه الطيالس أي هذا اللبس البراق وهذا كما قلنا الثراء الظاهر كم في الطيالس يا منس لبسهدوم وفيها رفاهية بس هؤلاء الناس يعني سقيم أجرب إنسان مش أصيل هكذا فالشعر يدعو بدون تفصيل بقى إلى عدم الانخداع بالمظاهر فكم من إنسان قد انخدع بالمظاهر وضاع ربما ملكه وعمره أنا من ضميري ساكن في معقل أنا عايش حياتي وعايش في قصر وعايش في حصن إيه الحصن بتاعي ضميري واخذائي تحميني من كل غلطة وإذاك حتى المسأل يقولك امشي عيد اللي يحترى عدوك فيك هذا كلام العام بس كلام محترم أنا إنسان مهزب خلوق أمين هارد هكذا تحمي نفسك هيدا مش ضعف خلي بالك ده أقوى إنسان في الدنيا الذي يقوى على التمسك بنفسه يعني يقدر يتحكم في نفسه أنا من ضميري كلامه الكاتبي ساكن في معقل أنا من خلالي سائر في موكبي أنا الخلالي يعني الصفات الطيبة مشي في موكب مهابة حراسة أخلائي بتحرصني ضميري بيحرصني هو شعر إنساني جميل نزع إنسانية فيها معنى تهذيب النفس المحبة المودة إلى آخره تعالك كده يا بصف أنه كده سمحت يقول حر ومذهب كل حر مذهبي ما كنت بالغاوي ولا المتعصب إيه ده غريب أو ده التصريع أو الله سمى من سمات القصرية القديمة وعادي جدا إيلي أبو ماضي يعني ممشي مع كله إني لأغضب هذا أستوى مؤكد بإن والله من أحبابي للكريم ينوشه كلمة إيلا معناها يسيء إليه هكذا يا أخواني يؤذيه ينوشه من دونه اللي أقل منه وألوم من لا يغضب وأحب كل فن كل مهذب ولو أنه خصمي وأرحم كل غير مهذب يأبى فؤادي وهذه استعورة مكنية فيها تشخيص أن يميل إلى الأزى حب الأذية من طباع العقربي هذا يتنبي التزيير لي أن أرد أقدر مساءة بمساء لو أنني أرضى ببرق خلب خلي بردو تأثر بالقديم الشعر بيعتبر أن اللي بيرضي الإساءة وبيتخان وبيقض حق وبيكسر الدنيا وولع الدنيا أن هذا النصر نصر زائف أنت عملت بس أرقت نفسك لو التزمت الصمت كنت استريحت يقول حسب المسيء شعوره وما قاله في سري يا ليتني لم أذنب طبعا دا تمني في التحصل ياريتني ما أخطأت وألوم نفسي وهذه استعورة مكنية صور النفسي بإنسان يلام قبله إن أخطأت استنى يا ولد يا ولد استنى دا في أمر خطير دا اسمه عندي أخواننا هذا إيه خيال ممتد جاب استعورتي بمكنيتي لمشبه واحد صور النفسه بإنسان يلام وصور النفس بإنسان يخطأه وألوم نفسي إن أخطأت ها مرة صورها بإنسان يلام ومرة بإنسان يخطأ فلو جبنا استعورتي مكنيتي لمشبه واحد خيال ممتد يا أحبابي وإذا ساء إلي لم أتعتب دا نتيجة لا أعاتب هذه نتيجة يا إخواننا لما قبلها بعد أنا لا تغشني الطيالس دي كلمة قديمة تراثية كم في الطيالس الكثرة كم خبرية في دي الكثرة يا مناز جوه الهدوم دي بس أسف اللفظ إنسان سقيم مريد النفس أجرب أنا من ضميري ساكن في معقل جميل أو يا أخواننا عندي ساكن في معقل يبا كان الضمير ده هو المعقل الحسن أنا من خلالي سائر في موكبي يعني ماشي تحمين الأخلاق الطيبة مرادف يانوش يانوش يعني يؤذيه ويصيبه ما الذي فعله الشاعر تجاه من أساء إلي كما فهمت في البيت السابع دي لألت عندنا معلش في البيت السابع هل يا باشه ورد على الفئة السابعة قال لك هل هو ورد عليه قال وإذا أساء إلي لم أتعتب إيه اللي عمله لو حد أساء لي لا يعاتبه إنسان متسامح الإجابة عندنا يا أخواننا إيه اللي عمله ما الذي فعله التغاضي والتغافل عن ذلات الآخرين أخطأهم وترك معاتبات من أخطأ في حقه بص الكلمة تيرى سبع كده وألوم نفسي هكذا إن أخطأت يتغضع للنفس هكذا وإذا أساء إليه لم أتعتب ففعلا اللي هنا يا شباب ترى التغاضي والتغافل عن ذلات الآخرين وترك معاتبة من أخطأ في حقه طيب هل اترفه عن الإساءة لم أساء لي حتى لا ينزل إلى مستوى المسيح ما عنديش كلمة إن ينزل لمستوى المسيح اللي عندي إن قال يا أخواننا كده إننا لا أعاتبه هكذا القصف والشدة من الشعر تجاه من أسأله لا هو نفى القصف والشدة تماما يعاتب الآخرين ويلومهم لا يبال أفضل هو يتغاضى ويتغافل عن أخطأ الآخرين ولا يعاتبه وترك معاتبة من أخطأ في حقه استنتج المغزى الضني من قول الشعر ولو أنه خصمي التسامح التسامح بين شدة حب الخصم لا صعبة ما أضرش لك أنا بحب خصمي طيب أنا لو بحبه ليه بقى خصمي يعني بحب الخصم بتاعي طيب بعدين أنا لا أحبه لو أنا أحبه هذا الإنسان كما قلنا ما كان خصما لكن لا ده بالدل يقبالنا عندنا على سماحة الشعر ونبلي الأخلاق ما دلالي قوله لو أنني أرضى ببرق خلبي بالدل إن الشعر ده لا ينخضع بهذا النصر الزائف لا أنا ما أخدش حقي أو أشتم أو أسب عشان أعلم عليه وفرج الناس كده قدامه ولا انتصرت قال هذا نصر الزائف بتدل على ماذا ترفع ورفض الشعر أذية الآخرين ولانخداع بمظاهر النصر عشان كلمة البرق الخلب البرق الخلب اللي هو الضوء بتاع البرق يخدع كده يعني لوك ده مثل بيقال للخداع حيث برق هو لينزل مطر فقالك ده زي البرق الخلاب هو بيعتبر لو أنت خدت حقك وانتصرت النفسك وعملت فإنما هذا نصر زائف كالبرق الخلاب طيب هل بتدل على شدة إعجاب الشعر بالبرق الخاضع ولا يتكلم في النص عن البرق ده مثل يعني إن أنا مش عايز إيه هكذا هذا نصر زائف كالبرق اللي بيلمع في السماء بيان رغبة الشعر في رد الإساءة هو أكد أنه لا يرد الإساءة بيان شدة عدوة الشعر مع مخالفين هو ما أشي أن أنا أكون عدو للمخالفين بل أنا أتسامح معهم ثلاثين بين المبدأ الأخلاقي الذي أراده الشعر في البيت الثالث والرابع لما بصي كيه بسرعة إذا سمحت لي حبيبي على الثالث والرابع هلأيني بيكلم إيه أحب كل مهذب ولو أنه خصمي أنا بحب كل الناس المهذب واللي غير مهذب أنا بسمحه وبعدين أنا برفض الأزى لأن الأزية دي من طباع العقرب يطر إيه المبدأ الأخلاقي نشوف كده المبدأ الأخلاقي السعادة تكون في حب الآخرين حتى ولو كان هناك اختلاف والامتنع عن الزوم أتشوف الراحة والطمأنينة تكون في اعتزال الناس الإشفاق والرحمة وحب الآخرين حتى ولو كان غير مهذبين وعدم أذاهم لأن الأذى ليس من طبع الأسوية أظن يقونا بينه دي اللي جمعت البتين اقرى مرة واثنين وثلاثة واجيب الكلام إلي في الأبيات كيف يستطيع المرء العيش في أمان وكسب المهابة أخر بيت تقاش إمتى في أمان ومهابة وكل خافك لو أنت عايش في حسن الأخلاق والأدب والضمير الإجابة عندما يتحلى المرء بالأخلاقي والضمير الصادقي حب الأذية من العقرب ده يطنب التزيل فاكر يطنب التزيل فاكرة إن أجيب حكمة في الشطر التاني ده معرفها أجيب بيت شاع ده بيئ شطر عادي والتاني حكمة أو يا باشر هو عمل كده ذيل البيت بحكمة فين يخواننا اقرأ كيان فضلك لما قال كده يخوانناه أيوة يأبى فؤادي أن يميل إلى الأزأ أنا بحب شأز حال حب الأذية من طباعة العقرب ده حكمة مثل عربي عفوا حب الأذية طباعة العقارب فده مثل حكمة عربية أو مثل عربي أو قول مأثور هكذا فكل ما كان بيحمل عندي معنى الحكمة في الشطر التاني اسمه إطنام بالتزيل ذيّل البيت بحكمة بعده تكمل سيادتك كده معنى إبه هذا عندنا إطنام بالتزيل يا أحبابي من خصائص الشعر القادم كله وزنه قفية زي العسل بالمناسبة أنت لواء جامد ما بحذرش والله ممكن أنسة أو طالب شاطر لك إيه يا أستاذ رضا يا عم مش دول المهاجر اللي بيجدده يا دخليك شاطر اتقل شوية أنت لو أنت مزاك وقعد على المكتب وراس بجد بجد كده مش مجهول بالحواليك قلت لك يا لأودباء المهاجر كتبوا القصية بأربع أشكال منهم من التزم الوزن والقفية منهم من كتب النثر الشعري منهم من كتب القفية المزدوجة منهم من كتب الأغاني الشعبية والأناشد الشعرية ولا غلطان إذا ما أقدر سأقوله أنت غلطان كتبوا القصية بأربع أشكال من بينها يا دكتور الوزن والقفية كان فيه تصرية كانت مليانة حكم لا كل ما سبق دلل على استخدام الصورة الممتدة أن الصورة الممتدة استعارتان مكنية لمشبه واحد هي لها أشكال الصورة الممتدة أجيب مشبه وعدة مشبه بيه محمد أسد نامير فهد زي لو أنت فاكر عندي نص يسمى من أنت يا نفسي أخر مقطع رقم سبعة الأستاذ ميخاء النعيمة رهيب جاب كله هكذا صورة ممتدة بيكلم عن النفس ألبيعا اللي فاكر الدرس إيه النفس أنت بحر أنت لحن أنت ريح أنت برق أنت راعد خيال ممتدة ممكن أجيب استعارط أقول القمر يبتسم للعاشقين ويغازرهم الرئيس ده جاب استعارطي للنفس ألوم نفسي صور النفس بإنسان يلام وكمان أخطأت صور النفس بإنسان يخطئ جاب صورتين للنفس صورة ممتدة معه استنتج من الأبيات السابقة السمى اللي اتضحت من سمات المهاجدين هي كما قلنا النزعة الإنسانية اللي هي أن الشعر بيعبر عن موقف الإيه الإنسان من الحياة تهديب النفس إعلاء الحق نشر الجمال الخير السعي للقيم والمثل العليا أكيد طبعا يا أخوانا بالكون دي طبعا ما كانش فيه تشاوم عندنا ولا كان فيه طبيعة ولا كان فيه حننجار في الأوطان التعبير عن موقف الإنسان في الحياة وتهديب النفس إلخ قال شكر الله الجر إيه لبنان يشهد الله أني أو أن ما هجرناك عن قلا وصلابة يقول له يا لبنان والله ما سيبناك إن إحنا جاحدين هكذا أو البناء ده متحجر أو كرهينك أما ليه يا وات سبت لبنان قال إنما أصبح المقام بأرض الأرض للحر ذلة ومعابة يبقى دازع لان كرمت وعاوز حرية فيه طواد سياسي احتلال تركي أنا زاك قال أنا سبت البلد يعيب الكريم يأبى هذا الزل هنا السؤالي نستنتج من خلال البيتين السابقين اوعوا الأدب اوعوا الدرجات تروح منكم يا أحبابي ذكروا واحفظوا يا ما قلنا الكلام ده أول العام ماشي مش بس بتبقى الفخر كنت بقول كل كان بيقول أقصد بكلامي نرسع الكتاب إحنا أولى بربع الدرجة لو لم ذكن من أسباب الهجرة الاطهاد السياسي التعصب الديني الصراع المذهبي السعي وراء نصر البحث عن الحرية تبقى شاطر كده هنا الاطهاد السياسي هو التطلع للحرية في اللي الطهاد السياسي يا ولا الذلة والمعابة يبعز من حرية فهجر إلى أمريكا قال نسيب عريضة يا نفس ما لك في الطراب كفريسة بين الذئاب هل راجعت إلى الصواب وبدلت رأيبك باليقين دا بيكلم نفسه ألا وانت وجامد قلنا أي شعر بيكلم النفس بيكلم ذاته ويتأمل ذاته بأمين فاكر أنت استبطان النفس الإنساني اوعى تزعل مني ابنه وابنتي النصوص الدرجة كبيرة قوي قوي خلي بالك اعرف تقرنص كويس تستنتك كويس ترتبب بالأبياد اطلع السماد سؤال البلاغ اربط الأدب بالنص ربنا يحفظكم ان شاء الله هعرف هاي بكويس طبعا هنا يا اخواننا ما عنديش اتجاه للطبيعة بيكلم النفس هنا ولا في تشابل بل عندك هنا التأمل واستبطان النفس الإنساني الوادي المذاكر عن طريق ها تأمل الشعر لنفسه ولغيره هنا يتأمل مين نفسه بهذا بيكون معنا يا اخواننا انتهى هذا النص المتحر نتحمل شوية معلش نسمع نصف كتيرة ونمكسف ليك بفضل الله على المنصة بنحل والواجب بنحل ودقاء الأرباء بنحل لان زي ما نقول الكلمة دي بفضل الله النحو ان شاء الله رب نهردك فيه النحو التعبير الأدب القصة الا دول يا اخواننا خلي بالك القراءة والنصوص نستعد ان شاء الله للجزء التالي من الواجب حبيبي وصلنا بفضل الله إلى القراءة والتعبير ناخدهم كده وراء بعد ان شاء الله ده اللي معانا يا اخواننا هي عبارة عن مقال أدبي بيكلم عن القصة القصيرة وإيه مواصفاتها والقصة الصحفية وإيه مواصفاتها وإزاي تبقى القصة الأدبية اللي هي القصة القصيرة لها هدف ومفيدة وإيه السماء اللي بتكتب بيها القصة الصحفية نخلي بالنا عشان فيه كلام من بين السطور نقرأ القراءة بالراحة نتعمى القراءة يا اخواننا نخلي بالنا من اللي مكتوب بيقول أول شروط كتابة القصة القصيرة الجيدة خلي بالك هو نضج العاطفة وتبلورها أولا ثانية يبقى الحاجة لازم يكون فيه شعور يعني أنا بحس بحاجة حس بدا بكتبها هكذا يعني يبقى أول شرط من شروط القصة القصيرة الجيدة نضج العاطفة طيب ثم شعوره بالحاجة إلى التعبير يبقى تاني حاجة التعبير يبقى العنصر الأول الشعور ثم التعبير عن تلك العاطفة في قصة قصيرة لا في رواية أو مقالة أما الخاصية التي تتميز بها القصة القصيرة تتميز هي وحدة المحور المقصود بإخواننا الفكرة طبعا أنتم عارفين أن القصة القصيرة هي فكرة وحدة وشخصية وحدة مش هيدة أفكار طبعا ده أكيد يعني وحدة الفكرة التي هكذا تدور حولها أي أنها تنصب على فكرة واحدة أو عاطفة واحدة فالكاتب يرتب حوادث القصة ويختار شخصياتها ويحل نفسياتهم ويضع على ألسنة من حوار بحيث يؤدي كل هذا إلى جلاء حقيقة واحدة فكرة واحدة ثانيا إيه اللي فهمت قالك الكاتب يعمل حاج بيعمل حوار وبيجيب مكان وبيجيب زمن عشان يوضح فكرة واحدة أصلي قصة قصة قصيرة ممكن تقرأ في 5-6 تسطول في صفحة خلي بالك يبقى إذا من أهم خواصة حاجة اسمها وحدة المحور أو الفكرة فالكاتب يعمل كل ده عشان يوضح حقيقة واحدة مثلا يعني زي حب الطرف يؤدي إلى التهلك فكرة حب الطرف الرفعية يضيع الإنسان فكرة واحدة يبقى يعمل لك قصة وشخصيات وأحداث إذن المحور الأهم والقوي جدا هي وحدة المحور ولا يجوز أن يضمنها ما يرمي إلى جلاء فكرة أو عاطفة أخرى ما ينفعش باختب قصة قصيرة أجيب 5-6 أفكار جنبيها لا طبعا هي فكرة واحدة وترتبط هذه الخاصية إلى وحدة الفكرة بخاصية أخرى الإيجاز ده قصة قصيرة يا ابني اختصار وهو ما لا يتوفر إلا للكاتب الفطن يا باشا خير الكلام ما قل ودل الإيجاز ده مش أي حد يعرفه ولله المساء الأقوى ولرسول الله المساء الأقوى سيقوم كم ده كله مما عرف عن رسول الله ده نبي أنه وقوتي يا جوامع الكلم إلا خاص لك مرجع كامل في كلمة أيوة هي النبوة كده اللي عنده قدرة يوجز ده الزاكي والفاطئ قديك مثال بص الشلة بتاعتك في مشكلة بيتحلوها معك 4-5 الشباب الشلة بتاعتك ودأ رغا يعمل يحكي لك المشكلة ويوديك ويجيبك ويبعثك ويجيبك يا عم ثلث دماغ يجيبك واحد تنواف لك يا باشر ايه دا القصة واحد اثنين شكرا فالذي يدل على النضج قدرة المرأة على الإيجاز وتوصيل معلومة في كلمة قليلة ده البارعة ده بقى العبقري فالكاتب بولك ما بيقدرش على دي الإيجاز إلا الكاتب من الخلاصة الفاطن بالنفوس وأغوارها أعماقها يبقى الكاتب الجيد اللي عنده قدرة على الإيجاز المتمكن من اللغة وأساليبها أيوة يا فندم ما أنا في اللغة العربية عندي في واحد ضعيف في اللغة يرغي 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 وفي واحد دي بكلمة في مكانها شكرا هي كلمة في مكانها يبقى ما الذي يستطيع أن يصل للإيجاز إنما البارع المتمكن خلي بالك الخبير بإيه نفوس القارئ المطلع اللي بارع في اللغة العربية فمثل هذا الكاتب واحد يستطيع أن يختار الخطوط الرئيسية شخصية أقاصيصي دون أن يزحمها بالتافه من الأوصاف ما عنده شدوش يكتب التفصيلات كما يستطيع أن يعبر عمه بنفسي تعبيرا دقيقا قويا مؤدبا في عدد وجزم الأطفاص يبقى إذا من ضمن الصفات الجميلة جدا جدا وحدته الفكرة الإحساس الإيجاز ومش أي حد يقدر يوجز الإيجاز ده بقى الكاتب الحريف اللي يجيب الكلمة ما كان شوف بقى خلي بالك القصة الجيدة تخلي بالك بقى من سمت هي التي نشعر بعد قراءتها بأننا قد زدنا شيئا ولا سانيا القصة الجميلة لما تقراه حسنا كنت استفدت زي اللي بفرج على الأفلام لو دخلت مسلسل شفت مسلسل أو فيلم وزا ما خرجت زا ما دخلت لا يبدأ تافه ما أضاف شرية هكذا دي حقيق لكن لو عدت قدام الفيلم وطلعت بقيمة أفدني يبقى ما صفات القصة الجيدة تضف لجدير يرى كده والقصة الجيدة هي التي نشعر بعد قراءتها بأننا قد زدنا شيء ولا يتحتب أن تضيف القصة إليها معلومات مش شرط معلومات أمل نشوف كده وخبرات بل يكفيها مهمة جدا أن تزيدنا إحساسا وشعورا بما كنا نعرفه قبلا ولا نحفل به أيوة يا أستاذ أنت في حياتك في حياتك تريد قدامك أيوة بس ما تشايفها في حياتنا نحن في مواقف كثيرة قدامينك مش شايف بس مش حاس بيها لما صلت وضوء عليها أعمالك مسلسل أو فيلم تحس بيها الدنيا كده قدامك أنت في الدنيا مشاهد كثيرة تراها بالعين بس مش حاس بيها لكن لما سياتك أصلت لك تضوء عليها تعرفها إذن أكبر فايدة عندي إن هي من شرط تديني معلوم بس أجمل فايدة بتخليني يا أخوانا أحس بأشياء هكذا يا أخوانا أنا كنت عرفها ولكن لا أهتم بيها فمن ضم ما تضف لي قصة الاهتمام بالشيء ألا وهي أن تستفيد بشيء وتحس بشيء كنت بتشوفه ولكن لا تهتم بيه هيكلم بقى القصة الصحفية طيب القصة الأدبية هي التي أسلفناها كلمنا عن أما القصة الصحفية هي تجافي كل عناصر الأدب وخاصية القصة الصحفية دي جرايد يراها كل لا صفة تانية صفتها واحد ألا تكون عميقة ما تكونش عميقة أصدقر رأي الغلبان هتعمق ليه وأن تخلوا من التحليل النفساني مش حلل وأن تتراكم فيها الحوادث والمفاجآت بعضها فوق بعض القصة الصحفية عايزة مفاجآت أشد القرأ كده أشرت القصة الصحفية ما تكونش عميقة لا تميل للتحليل أن تتراكم فيها الأحداث وأن تكون بالغة القصر قصيرة مشوقة وأن تنتهي بحادث سعيد وأن تكون سهلة حتى يراها من بقى كله يراها يراها البواب ما احترام من كل طبعا والحلاق وباع الخردوات الخردوات يعني إلى الكواء المك وجي والقصاب الجزار وطالب المدرسة وقد قال لي كاتب كبير إن القارئ فريسة يجب إصابتها من أول طلقة أيوة الكاتب الجيد اللي يشد القارئ اللي يحب فيه القارئ يعني كاتب روائي بتاع قصة بتاع مقالات اللي يقدر يسيطر على القارئ ويخليه قراره باستمرار ده النجاح القارئ ده أنا وانت فريسة مين بيصدنا الكاتب البارع القاصة الرائد يكتب قصة جميلة أحبه وسطوبه أمسك فيه وأحب بيكتب مقال في الجريدة على أي مكان أي مكان يعني عجبته برتبط بيه فالقارئ ده فريسة والكاتب الشاطر اللي يقدر مين يجذبه إليه طبعا ده صفات القصة الصحفية ما معنى كلمة ان بيختبر أغوار النفس الأغوار عندنا هي رجالة الأعماق سين استنتج على القول هي التي تشعر بعد قراءتها هيوضح فين في الفقرة نطلع الفقرة الرابع ليه برحتنا والقصة القصيرة الجيدة هي التي تشعر ده توضيح ليه مش تفصيل أصلي ما جابش رقم مفصله ده اسمه توضيح بعد إبهام ما القصة الجيدة هي التي كذا كذا فهذا توضيح لمعنى القصة الجيدة فالعلاقة هنا يا أحبابي قدام سيادتك عندي توضيح بهذا الشكل المقصود بكلمة ان القارئة فريسة يجب إصابتها من أول طلقة المقصود بها ان القراء يتجاوبون مع القصة أكثر من باقي الفن الأخرى لا طبعا ما في حد بحب القصة وحد بحب الريو وحد بحب المسرح القصة القصيرة تتسم بالإيجاز القارئ في العصر الحديث يتسم بضحلة الفكر غبي أسف أم أصدق ان الكاتب يحرص على أن يحوز إعجاب القارئ من أول قصة يؤلفها ليعود القرائية كده ما انت فريسة الكاتب الجيد أقدر أثر عليك تبدأ انت تنال إعجابي وتبدأ ترى باستمر يأصب بياه شرحها أن الكاتب الجيد هو اللي بيكتب كلام قصة يخلي القارئ ده يرجع لمرة واثنين وثلاث فيقصب بياه أخوانا أن الكاتب الجيد يحرص على أن يحوز على إعجاب القارئ من أول قصة المعيار الذي يعتبر من معين القصة الجيدة ده فكرة رابعة تقريبا القصة الجيدة خلي بالكم من كل كلمة أيوة القصة الجيدة ده رقم أربعة إيه بقى المعيار بتاع اللي فاكير ثانيا هل كاتبها يتسم كاتبها بالتمكن من لغة لا لا تعمق إحساسنا بالأشياء التي كنا لا نهتم بها أو أو هرجع لي القصة دي بيتعمق إحساسي بحاجة قدامي أنا كنت شاب بس مش حاسب بياه لما عملتها قصة حاسب بياه تضيف معلومات جديدة قالك يا أستاذ عندنا لأ ده أنت لو طالب زاكي عندي إن ما قالش أنا مش عاوز قصة فيها معلومات جديدة أنا عايز تخلي بس أحس بشيء تجي عن القارئ فريسة لا تب ماتين تشوف القطع ده في الواحدة الرابعة خلي بالك والثالثة اهو اقرى يا باشا كده ده القصة القصيرة جدا بتعمل يا أخوان اهو اقرى كده بل يكفيها أن تزيدنا إحساسا وشعورا بما كنا نعرفه قبلا من قبل ولكن لا نحفل بيه يبقى القصة الجيدة من أهم ما فيها بتخليني أحس بأشياء كنت شايفة بس مش عايز بيا ماشي يا أخوان هو أنا فألمش شرط تديني معلومات جديدة بس أحس ببعض الأشياء بعده العنوان الأنسب للفقرة الأخيرة طبعا ده بيكلم عن مين الصحافة على طول يا أخوان القصة الصحفية لما ترجع بيكلم عن القصة الصحفية وعن شروطها وما فيها ففاني العنوان عندي يا أخوان خصائص القصة الصحفية لما طبعا نتكلم فيها مابش فيها تعمق مابش فيها إضافات كثيرة تكون سهلة تكون ميسورة الخاتمة تكون سعيدة إلى آخرهم هات من موضوع ما يدل على دور الصحافة في انتشار الفن القصصي بالصحافة بتخلي القصة تنتشر من عمة الناس بين أووي يستطيع قراءتها كل قراء المجلة من البواب والحلاق مع الاحترام لكل وبايع الخردوات إلى القصة بالجزار إلى آخرهم فطبعا الجريدة منتشرة المجلة منتشرة كل بقراها ففعلا بصدق الصحافة لها دور كبير جدا جدا في نشر الفن القصصي من شروط القصة الصحفية خلي بالك أرجوك كده عندي تلاقي واحد بس والبقى غلط يعني تلاتة مش مزبوطين وعند واحد بس صواب أنت أنصب على فكرة واحدة أو عاطفة لا دا دي من سمات القصة الأدبية أنت تتسم بالعمق لا دا دي من سمات القصة الأدبية حتى سيادتك كاتب كاب النص ما لا تميل العمق اللي القصة الصحفية أن لا تتراكم فيها الأحداث والمفاجئة طبعا لا يفن به وقال كاب النص أن تتراكم أما ترجع البصة كاب وترجع الأحداث كاتب أن تتراكم فيها الأحداث والمفاجئة هكذا قال أنت بتقول ألا بتنفي لهو ألاك من شرف من شروط القصة الصحفية أن تتراكم فيها الأحداث والمفاجئة الصاحبة أن تنتهي بحادثة سعيدة مفرحة دا اللي حطت في الآخر ألاك من ضمن معرفة بالقصة الصحفية تنتهي بخبر سعيد أو بنهايتين مفرحة دا طبعا كان القراء اللي ما سعدتك مش حيوة إن شاء الله معك بعد كلا عطوا بيبدأ بالتعبير في التعبير الشيطان دا علامة الترقيم لعنه الله أي جملة اعتراضية بكون إيه بين شرططين بهذه السؤال الشيطان لعنه الله لعنة الله عليه يعد ضعاف النفوذ بالفقر فصلة ويأمرهم بالفعشاء نقطة دور على الشرططين والفاصلة فين تكون يا أخواننا نعم الشرططين الفاصلة النقطة الإجابة رقب جيم طيب بيقولي أوستاذ أستطيع الآن أن أقول إنني قد عرضت وجهة نظري وما أنا إلا بشر قد أخطئ وقد أصيب تتقال إمتى في المقدمة ولا في الخاتمة أكيد في الخاتمة بعرض أمر أقولك يا أخواننا أدي اللي قلته ممكن أبصح أو خطأ لا لتقال في الخاتمة سبق السيف العذل هذا مثل يقال لفاوة الأواني ماشي وديات الوزن ودي مشكلة وتعد مشكلة طبية خطيرة يصاب بها الكثير من الناس وهناك العديد من العوامل اللي بيستبه البدانة زي تناول الحلويات والسكريات والأطعمة السريعة من الشارع قلة ممارسة الرياضة قضاء وقت طويل قدام التلفاز والألعاب الألكترونية التلفونات بتسبب طبعا قلة الثقة بالنفس أنا أسف اللفظ الإنساء البدين حس الناس كنت بيبصوا وقصة سلبية أو بيتريع على جسمه يتعقد دي حقيقة يعني يبقى إنسان منطوي وتعرض الشخص المصاب بالتنمر كل يتريع عليه فحافظوا على سلامة أجسامكم نحلها الزيب الحل لو تناول الأطعمة الصحية لفع الخضروات وممارسة الرياضة هي دي مشكلة وحلها الراجل المشكلة عرضة في البدنة والحل لازم أغير عاداتي أتناول طعم صحي ومارس أرياضة إذن أصبح عندي هذه مشكلة وقدم لها الحل والراجل محترم جدا هذه المشكلة ودي الحل هنحط الأطرابط مناسبة اقرأ وانتجي بالإجابة كثيرا ما يضيع الإنسان الكثير من وقته في قراءة كتاب غير مفيد أو قراءة كتاب سطحي ممكن التفاهات وده عادة جدا موجودة اللي بيمسك التليفون وشغل في التفاهات ويعلق ويتابه وكلام وضيع وقته إيه اللي بيجنيه تفاهى في تفاهى لا قيمة لا أعتذر في هذا اللفظ يعني كثيرا ما يضيع الإنسان الكثير من وقته في قراءة كتاب غير مفيد أو قراءة كتاب سطحي بصبا أقول لذلك هناك الأعمق أم بينما هناك الأعمق أم إلى أن هناك الأعمق أم طالما هي بينما هناك الأعمق فاختر ما تقرأ حتى تتعمق نظر حياتك بقول لك بينما هناك الأعمق في الأفضل منه فلما تقرى كتاب مفيد تستفيد منه فالرابط الصحيح هنا بينما هكذا يخبرنا بينما هناك الأعمق متعودين حدد الرسم الإملاء الصحيح للكلمتين إلا أن حل كلمة ما كان كلمة وإنتوا عارفين الكلمة اللي بتحل الجدا فيها همزة وعشان أحل صح لازم أعرف الكلمة بقول لي افعل واجبك دفاع الأمر هم وتمهل دفاع الأمر في قيادتك افعل واجبك وتمهل في القيادة جاب كلمة أدي طيب افعل دفاع الأمر أدي هاو أدي كده أدي عادي هاو ده أمر أهو استاذيب بأمر ما بينما نحصها في العل يا بص يا بشا كلمة إذن كلمة إدعو أدي أدعو عايز الأمر لا يبقى أدعو يا بشا هاكده أسعي بأسع امشي بأمش فجاب كلمة كلمة إيه أدي يبقى أدي الأمانة فهذا الأمر ما بينع لحص حرف العل وتمهل ده فهذا الأمر تمهل ده تأنم تب نكتب هذي تابية تأنم أصلا كده يا رجالة أمر ما بينع لحص في حرف العل أتأنم بهذه الصورة هاكد أنا بكتبها براحة يا خماني يبقى أنا عاوز أدي وتأنم ده طب نشوف أول حاجة لاستبعات طب أدي وتأنم طب تنفع تأنم كده ينفع لا طبعا فباش طب يبقى ليه مستبع يلا طب ينفع تأنم تبقى كده لا مستبع ده حلو الكلام أنا إذا ما بيندي وبيندي من الصح هنا تأنم ده فعل أمر مبني على حصف حرف العل خلي بالكم التعبيد مش هيسمى على حد يا رجال يبدأ أدي أمر مبني على حصف حرف العل وتأنم تأنم أمر مبني على حصف حرف العل هي دي صح بس الأخي ما جزمش يا أولاد عفوا ما خلش أمر مبني على حصف حرف العل سب حرف العل وده ربط يبقى الصح أدي وتأنم أدي أمر مبني على حصف العل تأنم أمر مبني على حصف العل ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبس من وثناء هذا يقال في مولد النبي هذا ميلاد النبي خطبة وزير الأوقاف حينما يحتفل بمولد النبي السؤال يقول اقترح عنوان مناسب لهذه الفقرة بيكلم عن أمر عند الموظف الحكومي أو اللي في شركة بقول لك إحنا عندنا عادة غريبة إن أول أسبوع تلاقي الموظف راح كسلان أول يوم كده مش طايق نفسه بيحكي لك الظاهرة إن فيهم الأجازة بناخده كل نوم نايم التعب يصحى العصر المغرب سهراء لحد الفجر يروح الشغل مش شاف قدامه فدايما أول أسبوع كده كسلت مخنوق من ده مش طايق نفسه وصل الأسبوع خلاص بقى بتشتهلت بقى الدنيا كويسة قال بداية الأسبوع هكذا تعد للبعض مشكلة كبيرة إذ لا يمكنه النهوض من الفراش مبكرا ويشعر بالتعب يعني جمعة أجازة بكرة السبت راح الشغل مش قادروا منهم راح الشغل ليه باب ومازالهم اتعكر قال لك وهذه الحالة رغم أنه لا يمكن تصنفها كمرض دي مش مرض لكنها تبقى حالة مرضية والسبب تبقى حالة غير صحية يعني هي حاية كده أول أسبوع بتصيب أي موظف السبب إن الكتير من الناس يلجأوا للنوم الطويل في ساعات النهار في عطلة نهاية الأسبوع يعني مساء الجمعة أجازة أول حد يبضل نهم طول اليوم والتي تسبب نوما متأخر وم لما يصحى من النوم ده صهران خلاص بقى هنصهر يلم يتأخر ثم يتوجه للعمل دون النوم بصورة كافية راح منامشي بقى أريف في أول يوم طبعا دي مش حالة مرضية ما قدرشه أصل الحالة مش عندي الناس كلها ده وسلوك بس إنهم الأجازة راحة بالريح من صهر شوية وعادي جدا جدا أو الأسبوع هم أريفين وسط الأسبوع تبقى دوني حلوة يعني حالة مرضية علاج التكاسل مشكلة تعقل المزاكنة كسل بداية الأسبوع هو طبعا الراجل محترم جدا جاب لجابك بداية الأسبوع تعد للبعض مشكلة هي بين خلاص الكسل اللي بيصيب العمال أول الأسبوع مشكل الأسبوع خلي بس يتعي فقال بداية الأسبوع فالتعب اللي مناسب هي مش حالة مرضية مش هلاجي التكاسل لدو حدد في البداية فالجابة عندنا يا أخوانا كسل بداية الأسبوع لما تقرى ترى الكلام بهذه الصورة الكسل اللي بيصيب بعض الموظفين كان حضركم ده الواجب اللي بوجود معنا حلنا جزء من امتحان وهذا الواجب حبيبي ربني بني فيك يا ربك إن شاء الله شد حنة إلى أن نلتقي بإذن الله عز وجل في الواجب القادم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته